السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حصاد الشهر اللي فات والحديث عن الافلام بتاعت شهر سبتمبر وحتى اكتوبر ويمكن حتى اغسطس ما احناش متأكدين اوان عم ماهر بسائل فهم حبيبي ايش اخبارك انا كويس اي عم وحشتنا كلنا يا عم والله انا جاي اليوم هعتدر مقدما اني مني جاي وانا عندي ترسانة من الاشياء اللي شفتها لمصراحة اخدت اوف كده كان جميل ريحت فيه شوية بعيدة عن الشاشة بس يعني نسمع منك اليوم بقى منشوف وانت كمان يعني مقلل يعني انا قاطع وعدد الحلقات نفسها ايدي يا محمود ايدي يا محمود ما زي ما انت بتقول كده برضو يعني ايه مهر كان اواخد اجازة ومريح وكان بعيد عن الشغل شوية فزي ما تقول اللي مهر ما بيشتغلش ما بقدرش اشتغل يا جماعة دي تبقى ايه اللي تزوء مني اصلا ده يبقى اهزار يعني بس والله احنا يعني رغم من الحاجات الشهردة اللي احنا شفناها مع بعض او عملناها مع بعض قليلة بس كبيرة ومهمة السجنفة جدا يعني يتهايلي اول حاجتين ممكن اتكلم فيهم هما ديون او سكويت جيم ونخلي دون انا حرفيا بصور الحلقة دي معك وانا دوبي منزل الحلقة للناس يعني انا دوبي مراجعة دون انا انا تفاجئت يعني وانا بفتح القناة بتاعتك عشان نشوف انت عملته ايه جديد لقيت دون لسه طالع انا ملحنتشوفها دي الحلقة اللي انت عملتها انت انا ملحنتشوفها فمعرفش انت راجعت في ايه اصلا الله طب يلاه 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 اطلعني نبدأ بسكويت جيم اول شيء اول شيء انا ابغى اسألك انا عشان كنت مسافر صراحة فحتى السوشال ميديا حاولت قد ما اقدر اني اكون بعيد عنها في الفترة اللي انا اخذ اجازة فيها فما ماكن جزء من الاقبال والصدمة الكبيرة للعالم يعني جيت متأخر حتى حلقتي جات متأخر بس ما كنت وسط الجنان اللي صاير ابغى اعرف منك محمود اتعرفت من الناس ولا شفت لحالك انا شخصيا من الهبة حق الناس ما شفت انه فجأة دقلك السوشال ميديا لجيت الكل بيتكلم على حاجة واحدة روح تشوفتها فابغى اسأل تجربتك كيف كانت اصلا في مشاهدة العمل ده حقول لك لا انا ارلي امبريسر جدا انا السبب اللي خلاني ابتدي اتفرج على سكويد جيم هو الثامنيل بتاعه البوستر بتاعه تعالى نتفق ان المسلسل ده فيجوالي حاجة مختلفة جديدة بعيدا بقى عن انها ممكن تكون مستساغة او غير مستساغة ولكن حقيقي اي كاتشينج قوي انا اول لما شفتها يعني انت لو بتفتح التايم لاين بتاع نتفلكس بتاعة النيو ريليس والحاجات دي هتخبطك هتلاقي في حاجة جابت عينك بالعافية بتاعة الكاركترز وهي طالع على السلالة المبتعة فتحت وتفرجت على اول حلقة الا اخر عشر دقايق كان كبس علي النوم وقررت ان ده مسلسل حلو وانا عاوز اكمله بس شكلي كده حبقى ايه من الناس اللي بتتفرج عليه لوحدها عارف انت شهر ده كان ليه ثيم عندي بتاعت الناس اللي دايما بتقول هو انا الوحيد واخد بالك فكنت حاطلع في الاخر اقول هو انا الوحيد اللي بتفرج على سكويد جيم ولا ايه يا جماعة بس بعد ما شفت الحلقة دي اكتشفت بعد كده كمية الناس اللي بتسأل عليه كمية الناس اللي بتتكلم عنه كمية الانجل اللي الناس بتدخل منها ودي برضو من الحاجات الفريدة في المسلسل مش كل الناس بتتكلم على العنف مش كل الناس بتتكلم على الجيميفيكيشن كونسيبت مش كل الناس بتتكلم على فلسفة الدراما الكورية مش كل الناس بتتكلم عن تركيز الدراما الكورية على الهرم الاقتصادي بتاع المجتمع كل واحد فيه انجل معين جذبه وخلاه مهتم بيه اكتر من اللازم ودي من العلامات اللي خلتني لأ انا عايز ارجع بقى اكمل الموضوع وشوف الناس بتتكلم على ايه فأنا كنت أرلي إمبريزر بس البوش بتاعت السوشال ميديا هاي اللي خليتني أكمل طيب حلو أنا والله شخصيا يعني أنا زي ما قلت لك كنت مسافر وآخر حاجة كنت أبغى أعملها في السفر إني أتفرج على أي مسلسل وبالعكس أنا أخدت علي أخدت علي عهد وواضح أنه ما قدرت أوفي بالوعد إني لا أتفرج ولا أصور شي في السفر على الرغم أن يأخذ الكاميرا معايا احتياطا بس للأسف في الأخير طرشت وصورت وهذا يدل على حاجتين والله واحد أثر فيها قد إيش أنه العالم شافت العمل دا وأنا منغبت عن السوشال ميديا أيام وأرجع بتصفح بالشرعة ألاقي إن كان المنشين إن كان حتى الإنستجرام أو حتى الناس عموما التايم لاين عموما كله بيتكلم وغير التايم لاين في مقالات بتنزل وي وعالمية يعني بعض الأعمال اللي أحيانا تتشر عندنا عربيا بس ما تكون منشورة عالميا من متابعاتي لكثير من المجلات والمواقع الأجنبية برضو هو الموضوع الرئيسي اللي بتناولوه الناس فيه فيلم ميكرز طلعوا يشجعوا الناس ويقولوا متفرجوا على سكويب جيم ركزوا على كذا في سكويب جيم تايكا وتي تتكلم عنه مش فاكر مين تاني يتكلم عنه فالموضوع الموضوع اخترق كل الحدود فأنا بالنسبالي لو إنه في وقت العادي أنا دامنا جماعة عشان نكون ناس عارفة بالذات نتفليكس صراحة بكل أمانة من وقت للثاني أحب أروح على التوب تن اللي في نتفليكس أشوف إيش بالناس بتتفرج اللي هو صدر قريباً أو حديثاً فيه تاب بالذات في الجهاز حق الجوالي بيينلك إش اللي جديد وإش اللي جاي أشوف هو العشر دقائق مسكني مسكني ما مسكني اللي بعده يعني ما عندنا وقت فكنت لو أنا في جدء لو كنت موجود في البلد كان كده ولا كده أكيد هتفرج عليه بالصراحة هذا العمل أنا ما شفته عشان أنا ماشي بطبيعتي أنا مجريت لي فقلت خلنا أشوف حلقة وأنا مسافر ما حتضرني حاجة يعني في الطريق سوان من مسافة للمكان الثاني أتفرج ويمعلم عينك ما تشوف إلا النور أمسك خط معا يعني كنا رايحين مسافة كده شوية تقريباً سفر فقعدت تتفرج بشكل متتالي تاني يوم الصباح بصحة بدري خلصته وقعدت عليه حبة يعني يومين ثلاثة كده لأنه ما نلاقي وقت أكتب لما كتبت وصورت ونزلتو بس فعلاً 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 من المرات القليلة اللي فيه يكون هايب على شيء وألاقي إنه يستاهن وما نكون وعشان فيه ناس تتحسس شوية آه مو عمل عظيم آه مكرر يا جماعة أسيبك من ده كله ترى نادراً اليوم وهذه دائماً أقولها نادراً الأعمال اللي تجمعنا كلنا مع بعض ترى أعمال نادراً أي عمل يقدر أنه في ضل الزخم هذا الانتاج الكبير والوفرة من الانتاج يجمع هذا العدد من الأوادم في الكرة الأرضية يستحق الوقفة ويستحق الإشادة خصوصاً لأنه أنا استمتعت وأنا شفتك كمان قديت التقييم تسعة وحنجيها دي بعد شوية فطالما التقييمات كويسة وأعلى من المتوسط ذن شافو برابو يعني بالعكس حاجة منكازة أنت شايف أن تسعة جدرس أكتر من لازم أو لا؟ لا أمو أنا بدي 8 نص أنا أفتكرت كلمتك وانا بقى راجع والنص بلز عليك قوي يعني؟ لا 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 أفتكرت كلمتك وانا بقى راجع فقعدت أسأل نفسي لأنه أنا إليه ما نزلت المراجعة أحبيتني ما أشوف أنت إيش أتكلمت يعني فقاعد نفسي أنا قاعد يقول هل هذه كلمتك دائما تقولها هل محمود أنتصر للعيوب ولا أنتصر للميزات؟ فمن الواضح أن أنت اتصرت للميزات وهذا شيء يستاهل المسلسل يعني كان جميل بس أنا بالنسبة لي يمكن وهذا اللي أنا حابة أتكلم معاك فيه الفكرة ما هي جديدة علي محتوى ومضمون وتنفيذ لسبب أساسي ورئيسي غير أنه فيه أعمال كثيرة تناولت الموت والحياة والأشياء دي كلها Hunger Games وغيرها فيه أعمال كثيرة وهوليودية تناولت نفس المحتوى لكن فيه عمل أنيمي ياباني أنا عملت عليه مراجعة تقريبا من سنة وشوية هو قديم اسمه كايجي حتى محمد هنيدي المثل حبيبي في تويتر رد عليه قل لي ترى العمل يعني أنا قد شفته في كايجي واتفق معاين وفيه أشياء كثير متشابهين فيه بس فيه اختلافات كمان جوهرية بس بالنسبة لشخص شاف كايجي يعتبر أن حرق عليه سويد قيم بشكل كبير يعني بالذات ناحية المفاجأة وأنه فيه أغنية وفيه مدرئة هذه تقريبا من البداية كده قلبك بيقول لك آه حيعملوا كده؟ حيعملوا أو ما حيعملوا؟ غير أنه فيه أكثر من لعبة أظن لعبة أو اثنين مشابهة كمان بشكل كبير للعاب اللي موجودة في كايجي مع اختلاف جوهري أنه كايجي كنت يعيش مع شخصية واحدة هي البطل نادرا ما كنت ارتبط بشخصيات ثانية حتى لو كانت موجودة هنا الفرق في سكويد قيم وهذا اللي حابة أوضح للناس الكثير من ذات عشاق الأنيمي اللي صرق الفكرة أوكي هو أخذ نفس الفكرة سواء أنا أخذها ولا ما أخذها الراجل بيقول أن الفكرة كاتبها من 2008 بس فيه فرق جوهري الشخصية الرئيسية مختلفة بشكل كبير عدد الشخصيات المساندة وليس الثانوية واللي ارتبطنا فيها كمان كان أكتر التعامل من ناحية عاطفة كان أجمل كمان في كثير 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 من الأحيان الترقب والخوف ممكن كان في كايجي أكتر شوي أنا وأنا بتفرج على سكويد جيم عمري ما حسيت أن أنا بتفرج على العمل أصلي يعني مش دي النقطة اللي جابتني أو معتقدش حتى الناس اللي عجبها المسلسل كانت بتتكلم أكتر من اللي يجب على الفكرة رغم أنه هو بكل تأكيد بس حتى أن الناس كلها تقعد تركز على اللعبة واللعبة والي حصل في اللعبة وطريقة اللعبة والكلام ده كله جماعة هو الزمن للألعاب رغم من الألعاب كتير ولكن أنا مش شايف أنها كانت مسيطرة بالقدر الأكبر إحنا أول حلقة قعدنا ثلاثة ربعها بره الجيمين كومباوند وقعدنا ربع بس جوه الجيم الحلقة الثانية كلها بره الحلقة الأخيرة تقريبا كلها بره وجوه الموضوع الجيم فيه جيمز خارة وقت كتير وكان فيها دايناميكس كتير وكان فيها تقلبات كتير ولكن اللي كان بيهمنا برضو قوي هي العلاقة ما بين الشخصيات وما بينها وما بين بعض طريقة الفلسفة بتاعت النوم فلسفة الأكل فلسفة التحالفات وفلسفة الكلام ده كله وهنا أنت كصانع عمل بتجيلك الفرصة أنك تحط بصمتك وتميز العمل بتاعك ولو الناس كلها كان عندها أحساس أنك تتفرج على نصخ ما كانش حيوصل له وصله ده كل تأكيد وغير كده كمان يا جماعة يعني صح أنك تطلع بفكرة جديدة هذه حاجة جميلة ونتمناها بس صارت نادرة كل ما لح تصير أندر وأندر لأن أغلب الأفكار ما في شيء أوريجينل ما في حاجة أصلية كلها بتقتبس أو تستلهم من أعمال أخرى وزي محمود ما قال يعني أتفق معها بشكل كبير البصمة هي على الأشياء الثاني يعني حلقة السادسة وأنا قلتها برضو في المراجعة أظن كل ما أظن في إنسان كان عيد توقعات على اللي يعدي مختلفة كلنا كنا عارفين مين هيعدي بالحلقة السادسة أنه هداك والله ما أقول أساميهم صراحة مرة صعبة أنه البطل يعدي من العجوز أنه داك يضحك على علي أظن كانت الأمور واضحة يمكن بس البنتين عشان كده كانت أجمل ما يكون موضوع الحوار بين البنتين وأجمل حوار كان مطول وموجود في القصة ككل كيف تجيب شخصية وكانت ساكتها طول حلقات اللي فاتت في الحلقة الوحيدة اللي تتكلم فيها تموت فيها وترتبط معاها هذا يعني قدرة كتابية جميلة جدا 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 كانت في الحلقة هذه وهنا اللي يبين بصمة الكاتب فعلا على إنه التناول الأمور هذه بطريقة بعيدة على الفكرة واللعاب زي ما قلت وحاجة بس أخيرة أنا أحب قد إيش الكوريين يقدروا دايما يدونا صراع طبقي يعني مو بس الأغنياء والفقراء زي ما شفنا في باراسايت هنا الطبقات بكل نوعها كوري مش كوري أجنبي أجنبي كوري شمالي كوري جنوبي باكستاني على كوري رجل وامرأة شاب وعجوز ودخلوا في تفاصيل جميلة عن طريق الألعاب وهنا المدخل الجميل إنه يمكن اللعبة وكي مكررة وكي الفكرة موجودة بس استخدامها عشان توضر هذه المفارقات الطبقية أنا هذا اللي أجب في صلاح هذا أكثر شي سلطنت عليه بس بس أنت شايف أن التناول الاقتصادي والطبقي في المسلسل ده مختلف عن باراسايت يمكن هو مختلف ليش من ناحية ثانية باراسايت كان أخف التون فيه من ناحية إجرامية ومجرد إنه ورى لك إنه اثنين حياة عادية مجرد إنه ربنا رزق دول وعايشين فوق دول ربنا سشال من دول وعايشين تحت مع دراما في النص وهذا اللي خلى باراسايت شي رائع لإنه واقع وقريب نشوفه كل يوم كل واحد فينا يعرف ناس أغنية ويعرف ناس ميسورين الحال ويعرف ناس دون خط المستوى بس في هذه اللعبة لأ دخلنا في خط مختلف خط الإجرام يعني هذا مو غنى هذا الثراء الفاحش اللي يؤدي لشخص إنه يكون طفشان لدرجة لعب بالناس ما أظن إنه هذه حاجة عادية والحاجة رواح يتوقعها في المجتمع لكن استخدامها بيّنت استخدام الأغنياء والفقراء بطريقة مختلفة ويمكن شكيدا ما ركزت عليها وهذا النقطة كانت يمكن أقل وحنجيها دعا حين أنا متأكد أنا وأنت الأكثر مللاً موضوع الأغنياء سواء تمثيل أو كتابة أو حوار أو غيره لكن الطبقات اللي جوة بينها بين بعض المجرمين يعني أنت عندك مجرم عصابات وعندك مجرم مختلص أموال الأثنين مجرمين الأثنين بس وراء لك واحد بكنافتة والتاني بوشن فوجهو أحبيت الكنتراست هذا التباين بين أشكال الإجرام وأشكال البشر وكلهم داخلين في هذه اللعبة مرة مرة الكتابة كانت حلوة صراحة في المسلسل مرحباً مرحباً أنت بالنسبة لي إيش أكثر نقطة ضايقتك يعني أنا أتكلمت فيها حكاية أنت ما أتكلمت لقطة حرق ما لحكت شفت الحلقة حقاً الحرق تبعتك اللي أنت رزلتها أمس بس أنا بالنسبة لي بعد ستة المسلسل بدأ يطيع بشكل كبير خصوصاً بعد ما شفنا الأغنية وأهدافهم وتعاملهم وكل الجانب المخ في هذا لما كان فيه غموط كانوا مسلسل أحلى بكثير صحيح بس دي حتلاقيه في كل حاجة في الدنيا أي مسلسل في الدنيا قايم على عناصر الغموط بشكل كبير بمجرد لما الغموط ده بيتكشف البطارية بتفضل ده ضروري يعني أنا ما أعتقدش أن فيه عمل قدر يحافظ على تقلقه بعد ما كشف الغموط بتاعه وعشان كده دي ما ده يقتنيش قوي ومعاك أن الحتة بتاعة الأغنية والكلام ده كله ما كانتش أكتر حاجة جزابة وصعب قوي تبقى جزابة يعني أنا لما عادت أفكر هو كان قلبة دائل اللي ممكن تخليها أكتر جاذبية من كده ما عرفتش أوصل لحاجة بس أنا اللي دايقني حتى ما قدرش أقول دايقني هو المنغصات اللي قبلتها في الموضوع كانت الهولز الصغيرة نحن عندنا هولز صغيرة كتير طول ما انت تتفرج موجود حاجات بتنافي المنطق بتنافي طبيعة الشخصيات اللي انت بتحاول ترسيها وحاجات زي كده أعتقد أن أكبر هولز موجودة في الموضوع كانت متعلقة بالخط بتاع الزابط اللي اخترق المكان وكان موجود جوا لأنه قدرته على الحفاظ على سرية شخصيته وسرية أهدافه والاختفاء في وسطهم وبسم الله ما شاء الله بقى اكتهد وترقى كمان جوا يعني يعني الرجل كان فضل خطوة وبحدش كان حيحس يعني والموبايل اللي شحنه نحن نتكلم كلمتين فدي بس أدري زي ما كنت بقول لا لا كمل كمل معلش زي ما بقولك أنا لما بقابل خرم دايما بروح حطه على جنب في مخي كده في كلاستر واعد أقول طب هو هيكفئني عليه ولا لا يعني في الآخر في مكافأة ولا ما فيش فلا في مكافأة في مكافأة على الأمد القصير ومكافأة على الأمد الطويل المكافأة على الأمد القصير إن من غير الخط بتاع الزابط ده جوه المكان ما كانش هيبقى عندك باكستيج أكسس والباكستيج أكسس مطلوب إنك يبقى عندك نظرة في الكواليس عين بتدور في وسط الناس ديت وبتخرجهم من نطاق البدلة والمسك اللي هم لابسينه والنقطة التانية الكشفة عن شخصية الفرونت مان فلما جيت أقول الفجوات مقابل المكافأات تعود ولما تعودش لقيت أتعود شوف أنا بكل أمانة عشان أكون واضح وصريح لولا استمتاعي بالعمل كان موضوع الضابط ده أخدته فسفسته وكان ممكن أكره نفسي وأكره أي أحد يثق برأيي في العمل بالكامل ليه ليه إنو إنت بتقول كافك أنا بالنسبة لي ما كافاني وخلينا أشرح لك كده حبتين أنا بالنسبة لي خط الضابط ده بالكامل لو ما طلع ما كان أثر معايا في المسلسل ولا بريال كان ممكن الباك أكسس ده يطلع بأكثر من طريقة ممكن بدل ما يجبوا لي ضابطه أنه يدخل ممكن نعيش معاناة واحد من الحرس ويصير عندنا تباين بين الحرس وبين اللي بيلعبوا كيف إنو الإثنين ممسوك عليهم حاجة أو تقدر إنو حتى الحرس واضح إنهم ما هم عاديين ما هم ناس مجرد بيأخذوا مبلغ مادية أو إنها وظيفة عادية واضح إنو الموضوع أكبر بكثير ويمكن هذا الشيء اللي بيخلي الناس الآن اللي حابة يكون لها موسم ثاني لن يحاب أبداً أن يكون في موسم ثاني وأكيد حسر لي موسم ثاني إنو بس يبعرف الحراس دول إيش وراهم فأنا بالنسبة لي بدل ما كان جبني سوبرمان وعاهم كان عيشتنا في هذا العالم بطريقة واقعية أكثر عن طريق تباين واضح ما بين اللاعبين والحرس وكيف إنو الإثنين عايشين في هذا المكان غصباً عنهم والعقدة تصير أجمل وأكبر يعني هذه نقطة جوهرية بالنسبة لي ثاني شيء ما أعرفت مين الفرونتمان إلى نهاية الموسم الأول مرة ثانية عشان ضد يكون في موسم ثاني ما ساعدت معانا ولا في شيء يعني بالعكس زادت عندي الأسئلة الغير منطقية واللي ما نشايف إنه المسلسل انطبق بطريقة واضحة جاء الأخ كان بيسأل في البداية عن أخو وراح دور عليه في منطقة ويدخل عليه في بيت من البيوت وسأل وقالت له وهو أكيد حيرجع ما سدد الإيجار طيب كيف عايش المنطقة دي البسيطة وهو طول وقته مثلا عايش في الجزيرة كأنه الأخ كان مع أخوه قبل يومين ودوب وطلع واضح إنه لهم فترة طويلة يعني فهذه موضوع الإيجار وإنه راح يدور عليه ما هي جاية معايا بشكل منطقي صراحة فهذا اللي خلاني أشوف إنه خط الضابط ده بما فيه الفرونتمان في كل حاجة ما فادني بالعكس يعني وحتى موضوع بيع الأعضاء ما بيع الأعضاء موضوع ثانوي يا عمي أبدا أبدا ما فاد بشكل كبير القصة ككل وشايف كم ممكن ياخدو له طريقة ثانية وآخر شي على موضوع الأغنياء أوكي جيب أغنياء أوكي أختم القصة إنه فيه ناس بتلاعبوا بالبشر وهذا شيء مو جديد وكرروا ما عنده مشكلة بس يعني جيب التلاعب يكون أفضل جيب ناس أسلوب كلامهم يكون صح جيب حوار يكون كويس جيب تمثيل يكون كويس والأهم من ده كله كممكن تكون أجمل لو كله كوريا عصابات كوريين الثقافة الكورية البحثة أول ما دخلوا للأمريكان في الموضوع حسيت كده إنه المسلسل يعني أظن قلبي كده بيقول لي إنه فيه تدخل أمريكي هنا فيه نتفلكس في الموضوع اللي كلمت الكاتب أقول لك جيب لنا كده واحد مثلي يكون أغني أبيض من أمريكا وكيف إنه البيض حقون أمريكا هدولا مشاركين في اللعبة دي وهو كمان موراق الكواليس مثل الجنس فحسيت فيه حاجة غلط أنا يعني أكاد أجزم إنه الموضوع ده مملك كتابة الأصلية وإنه هذا تم إقحامها بطريقة غير مبررة بعدين فما عندي مشكلة لموضوع الأغنياء قدم التنفيذ حقهم اللي كان سيئ أنا عايزة رد عايزة نقشك أنت أثرت نقاط جميلة جدا وتقريبا ما عندي تعليق على كل حاجة أنت قلتها بس يلا إحنا لو استمرنا في كده حنقلب المناقشة دي مناقشة سكويت جيم بس عاوزة نقشك في النقطة الأساسية بتاعت المواسم القادمة والطريقة اللي هو تناول بيها العناصر بتاعت الغموض في الموسم ده وإن الأسئلة فقست أسئلة يعني الأسئلة جابت إجابات والإجابات إرجع معايا بالذاكرة بقى الأيام المسلسلات ذات المواسم الطويلة اللي حققت نجاح إلى حد ما قبل ما تبتلي تخرف زي لاصت زي فرانس حتى على مستوى الكوميديا وزي الكلام ده إن دايما كل موسم بيحل وبيخلق يحل مشاكل ويخلق مشاكل جديدة العلاقات الاجتماعية الكوميديا الخفيفة لفرانس كانت كل ما بتتحل بتخلق مشاكل أخرى الغموض اللي موجود في لاصت كل ما فيه حكول سؤال يتجاوب يفقس عشر علامات استفاهم تانية وده اللي كان بيخلي الموضوع بيستمر عشان كده أنا مبسوط جدا بإنك آه هو أخوه طيب الشقة اللي إجارها كان لسه بيدفع لغاية فترة قريبة طب الواقع إن هو على ما يبدو كان الوينر بتاعت أحد الجيمز اللي قبل كده طب وقع إن هو ضربه بالنار في كده وقصد ما يموتوش لإن أي حد حتخيل أن الزبط مات وده اللي مخليني على غير عادتنا في كل مسلسلات نتفليكس بقولك عاوز مسلسلات تانية ليه هو مش أي مسلسل قصدي عايز مواسم تانية مش أي مسلسل في الدنيا يا جماعة قال إن أنا عندي أربع خمس مواسم يبقى بالطبيعة بيحلب ممكن الحدوطة بتاعته تسمح بذلك يعني أحيانا العوالم بتاعت الحال بتبقى بينة أنا 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 موضوع المواسم أنا ما عندي مشكلة لو حاجة واضحة ما عندي بس في أكثر من حاجة تبين لك إنه حتى لو كان في أسئلة ما كانت من نية الكاتب يعني الكاتب إليه ما نزل الموسم الأول ما كان عنده نية بعد النجاح الساحق اللي صاره ما قلومه ما قلومه يا قياد ما قلوم أبدا في أحد يكون نجاح جدا كده وما يعمل موسم ثاني بس كان نفس إنه الفن ينتصر رؤية الكاتب تنتصر على كل المغريات التجارية المصاحب طبع تليه بتؤكد أنه هو اللي قذبه مجرد الإغراءات يا سيدي هما بيقولوا كل حاجة في الدنيا والنرات في التجاري ممكن يمشي في أي سكن تعاوزها بس معقول يا بشا أنا بمجرد لما دخلنا البلاي جراوند بتاع اللعبة بتاع الجرين لايت ريد لايت وشفت السكيل بتاع البروداكشن بسم الله الرحمن الرحيم المسلسل ده رايح موسم تاني من غير ما عرف إليه حيحصل من غير ما عرف إن الناس دي حتموت مستحيل السكيل ده يبني عشان تسعى حلقات صحيح أعتقد إن كان فيه إدراك إن المسلسل ده تلازم هيستمر بس دايماً كعدتهم مؤخراً يا مهر بيعملوا الموضوع ده زي ما عملوا في لوكي زي ما عملوا في كل حاجة في الدنيا هو مسلسل قصير يا جماعة ليه؟ عشان لما يفانيخ عشان لما يفرقع في وشه احنا قلنا لكم ما يضطرش يكنسلو ما يضطرش يكنسلو أنا عمري في حياتي ما قولت إنه هو أكتر من موس وده اللي بيعملوا في كل المسلسلات دلوقتي وييجي في آخر حلقتين يقول لك بس تعال ناخد بقى السكة دي ولا أستبعد إطلاقاً رغم إنها أن المسلسل دا كانت متصور له نهاية أخرى وإن لوكي كانت متصور له نهاية أخرى يعني دايماً فيه possibility يا إما هقفل يا إما هفتح طريق إيه؟ طريق بي بي إيه اللي هيحسم؟ الاستقبال الاستقبال مش هجعني وعاوز يستمر خد لي النهاية بي وكمل بي غير كده حط عليه علامة الإكس وقفل لي الأحداث وده مسلسل قصير وخلص وانتهينا الاستثناء الوحيد في عالم الدراما كله اللي أنا أعرفه هو واتشمن اللي ميشي في السكة اللي تسمح بمواسم أخرى ولكن دايمن لندلوف علشان اتعض من لست قالك وحيات أمي معاملها تاني مش لاعب أنا مش لاعب بس أنا بس والله مرة طورنا في الموضوع بس عندي نقطة واحدة والله وحنهي على طول طيب رحنا موسم ثاني ما أن أنت مستوعب هل كل المشاهدين مستوعبين أنه تقريبا 80% من الشخصيات اللي حبيناها ما حتكون موجودة بس أنا حسيبكم مع النقطة دي فهي مراهنة جدا كبيرة على أنك ترجع ترتبط مع شخصيات أخرى وجديدة وطب يعني أوكي نروح اللي بعده نروح اللي بعده اللهي ما حنقدر نمسك نفسنا آخرت علي ده مش اختلاف معاك ده بس نصيحة وأنا عمري في حياتي ما بقولك اتفرج على حلقاتي خالص بس اتفرج على حلقات الحرق لأننا حطينا أربع خمس نظريات يعملوا أربع خمس مواسم يجيبوا لإيمي عشر سنين لقدام اسمع ماني طيب خلاص نشوفها يلا ننجز على ديون أنا تخيل موقفي وشايفك تنزل المراجعة أولا ما عندي ما عندي إمكانية يروح سينما وغير أني كنت أبغى يشوف ديون في أكبر سينما ممكنة أبغى أشوفه آي ماكس يعني فما قدرت خرر سبيل فأشوفك تنزل فشوفتك تنزل المراجعة أقل بكده أبغى أشوف أبغى أعرف فإلى الآن أنا ما شفت قبل ما أدخل بالزبط شفت المراجعة حقتك وعرفت تقييمك لدون وواضح أنه إحنا بيننا اختلاف في تقبل العمل بشكل مو شكل كبير طلعني بقى أنا زي ما بقولك ما قلت ليش فرصة أشوف مراجعتك فأنا معرفش أنت رأيك إيه أصلا أنا انتصرت لكل الجوانب الفنية اللي في هذا العمل انتصار ساحق وكبير ويعني أنا في 2021 هذا العمل لو كان هو الوحيد اللي نزل كان رضيت وخرجت كده أنا مبسوط أنا أعطيت العمل ده عشرة من عشرة ووو يس يس بكون لأنه الفرق بيني وبينك يمكن ومحمود وأنت قلتها في المراجعة اللي قلتها اللي هي جاية من الستريم أنه أنت دخلت وما أنت عارف إن جزء أول لأنا عارف بحكم أتفرشت لتأخر غير يا عمي بداية الفيلم طارت هن الجزء الأول ما شفتش يعني غالبا مش عارف كنت مشغول في الفشار ولا إيه والله ما شفت لما بيطلعوا الطايت لذلك ما ببصش ففرق معايا جدا إنه يا جماعة إحنا قاعدين نبني عالم كبير وهذه هي البداية صلوا عن النبي لا تتوقعوا نهاية للأحداث قد ما تتوقع إنه تفهم العناصر المهمة للشخصيات اللي موجودة فيه وزي أي عمل يا مهدي بالذات اللي مبنية على روايات نتكلم لورد of the rings نتكلم جيم of thrones نتكلم حتى هنجر جيمز وغيرها يعني الروايات دي اللي تكون طويلة وفيها شخصيات كثير وفيها عالم خيالي اللي تبغى من البدايات يعرفك بالعالم يعرفك بالشخصيات اللي في العالم التقنيات اللي فيه الديانات اللي فيه المعجزات هل هي خيالية ولا واقعية التقنيات اللي موجودة فيه الخلاف اللي صاير بين الشخصيات إيش القصة أساسا هتوقف مع مين مين الطيب مين الشرير هل فيه اختلافات وجهة النظر ولا لأ فبالنسبة لي عمل كجزء أول أعطاني ده كله فأنا جاهز نحن بالصلاة عن النبي أكمل جزء تاني وتالت إنه يزيد معانا هذا اللي انت بنيته وحطيته الأسس بطريقة سليمة فما بالك إنه حطت لك الأسس دي بأفضل شغل بصري من سنين يعني اللوحات البصرية اللي دينيس ميلانوف عملها والموسيقى التصويرية اللي عملها هانزمر ولحتى الأصوات سيبك الموسيقى التصويرية الأصوات يا رجل من إقلاع سفينة من المشي على الرمل من 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 وأشياء جدا كثيرة فيها تفخيم وفيها تعظيم وفيها شغل إنتاجي جميل جدا هذا لسه لما دخل في الممثلين اللي بعضهم كانوا أظنهم كانوا حطيناهم على الأفيش تحميس أكثر عن اللازم وليس درهم حيبتدي إحنا عندنا ثلاثة من السنين لسه درهم حيبتدي بالضبط حييجي معانا في الجزء الثاني وجزء الثالث فبكل أمانة يا محمود أنا العمل كان يعني بالذات لواحد دبه خارج من كورونا وانحرمنا من السينما فترة طويلة وشفنا كون فيلم السنة دي كوائت بليس كان واحد من الأفلام الحلوة برضو بس هذا هذا سينما هذا هذا ليش السينما موجودة متصمر يا راجل أنا ساعتين ونص والله العظيم لما نخلص هيش هيش خلص كيف والله ما انتبحت أنه ساعتين ونص مرت من كتر ما إني مستثمر في كل مشهد من المشاهد اللي جاية واللي معمولة بعناية كبيرة كبيرة جدا بس انت ما حسيتش حتى موضوع بطء الرتم أنا معك في أنه هو مرتبط بشكل مباشر بإدراكك لأن دي رحلة هتستمر لثلاث أفلام وأنا كنت مفتقد لإدراك لحبة من الفيلم حسيت أن الدنيا فيهم أبطأ من اللازم ده حقيقي بس النقطة اللي عاوز أنا أقشك فيها أنت ما حسيتش أن الفيلم ده كان محتاجي بقى الرتد يمكن أنا على الرغم أني قارئ جيد للروايات هذه الرواية أنا ما قريتها لا من جريب ولا من بعيد على الرغم أني دائما أسمع عنها وأنا حب الشياء الخيال العلمي بس لشيئ إنها جديمة نوعا ما خفت إنه التقنيات اللي موجودة وهذا شيء اللي رحك خفت إنه التقنيات اللي موجودة فيها تكون على أسم كده شيء بسيط وأرجع ألاقي إنه اللي كان يفكر ما كنت متخيل إيش ممكن يصير في المستقبل فلك أنت تخيل مفاجأتي العظيمة لما ألاقي إنه تخيل أشياء أفلام حديثة الآن ما تخيلت بنفس الخيال اللي عنده أنا مقتنع تماما إن الخيال ما تطورش مع البشرية الخيال بتراجع العلم بيدي على رأي جانس بارو الخيال اللي بجدك موجود زمان فأرجع لك على نقطة دوبي قبل ما أبدأ واحد من الزملائي إبراهيم لامي أنا وهو دائما وكلما نزل مراجعة ما شاء الله يرسل لي ونتناقش مع بعض لك النقطة قل لي على هذه النقطة قل لي ماهر أنا حسيت إنه عامل الشر كان محبوس في التقييم التقييم لو كان سيكا أكتر خمسطعش أو طمنطعش أو خلافه كان شفنا تعذيب كان شفنا شر كان شفنا على قولهم كانت القصوة القصوة حفزت عندك المشاعر السلبية تقاهي الشراء ممكن بس من ناحية تانية أنا دائما أنتصر للشر وأنا دائما أطل للشر في الأعمال وأحب الشر اللي يكون قوي وأشوفه من أجمل الأشياء اللي بدأت في أفلام السوبر هيروز وأفلام الخيال وزي كده بس بكل أمانة يا جماعة أنا ما كان ناقصني هذا الشيء يعني ما هو الشيء الكبير اللي خلاني أمتنع عن الاستمتاع التام بالعمل لو كان موجود كان أحسستمتع أكتر ويريت الجزاء الجاية يصير بس في الجزء الأول تحديدا مروا مرور الكرام على الشعبين والتعامل بينهم والحرب اللي صارت مروا بسرعة على الهجوم اللي صار على الأتريدس ما وصلنا لمرحلة التعذيب متى أو شي فما كان فيه مشاهد حسيتها انقطعت أو سير للأحداث ما تم أتطرق لي لا الأحداث كلها كويسف جاية داخلة مع بعض بطريقة سليمة فما حسيت بالنقص أتمنى يزيدوا فيها بس أنا الجزء الأول صراحة ما حسيت بالنقص أنا بصراحة حسيت أنها الحتة دي كانت كارتونية شوي يعني لا الشرير لما بيتمكن من عدوه اللي بقاله فترة طويلة بيحيك المؤامرات وهو شخصية دموية مستعبدة قزرة إلى بعد الحدود تتوقع أن الله حيحصل أكتر من كده لما ينفردوا بالولد وأمه في الطيارة ويبتدوا يتكلموا عن الحاجات اللي حيعملوها تتصور أن الابروتش بتاعهم أو السلوك بتاعهم حيبقى شراني أكتر من كده لو عايزين نتكلم عن تأثير الجروب بتاع الويتشز مش فاكر اسمه بالضبط اللي الأم بتنتمي لي والست المتحكمة اللي هو بيرمز اللي تسيطرت الجانب يديني جوه الموضوع ده يعني أتصور أن احنا كنا محتاجين أمثلة أقوى من كده أو استعراض أقوى من كده فأنا مش ضد مش ضد الأفلام البي جي ترتين ولا حتى أفلام ديزني العائلية يعني لو القصة تسمح بذلك برحتك بس أنا حسيت أن أنت جايب لي قصة في الار سكيل في الار ريتد سكيل بتاع جيم الف ترونس وبتعملها معهمة أنا أتفق معاك أنا أتفق معاك مو من الناحية الدموية ولا من الناحية العنف أمكن أبعد عن ده الشيء لأنه ما يفرج معايا كتير هنا تحديدا لأنه ما دخل فيه أكشن كتير وما دخل فيه تعذيب كتير بالنسبة لي هذا نظرتي أنا للعمل بس كنت حابب حوار أعمق حبتين واللي هو ما يقدر يوصلوله غير لو كان آر ريتد بالذات بني جسبرت هذول اللي هم النساء والحريم وتطرق الديني والحاجات هذه كلها بس يمان أنا والله يمكن شفت العمل أمس يمكن تتلك فترة من يوم ما شفت أسبوع أو أكتر أنا أمس أنا إلى الآن عايش في العمل أنا مستني ينزل على أي منصة ولا أي مكان وحشوفه مرة ثانية عمل عمل جميل 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 من البداية للنهاية كجزء أول هذا يخلي ثقل كبير جدا على الأجزاء المستقبلية لأنه لو نزل تكة هيبيع لو نزل تكة خلاص خلاص بالذات أنه فيه شخصيات ونحاب أنه ما نخش سبويلر زينا يا محمود لأنه فيلم جديد ولسه يمكن ما حينزل في الأونلاين غير على 23 أكتوبر لما ننزل على منصة أنا اتهيالي أننا ما أظن كتير ما أظن خلينا براحتنا خلينا براحتنا خلاص الجرأة على التخلص من الشخصيات كانت برافو أني ما شفتها من البداية وكيف أنهم أعطوا مساحة لكل شخصية برضو كان برافو جيسون ماموة والكارزمة اللي أعطاه على الرغم أنه ما زال محبوس داخل القالب يعني الراجل ده ما هيخرج من القالب ده نهائيا هيظل دائما هيظل دائما بس برافو عليه علشان لو نرجع بقى للخناء الأسرية بتاعتنا ذراك سينا جيسون ماموة جيسون ماموة بيأخذ نفس القالب اللي البقين دول بيأخذوه بس بيكتهد في كلها على الأقل كالترخيره أنه هو بيحاول يعمل أحسن وشي مختلف شخصية مختلفة يعني من هذه الشخصية اللي قدمها الآن للطيار والجندي والضابط مختلف تماما عن أكوامان مختلف تماما عن اللي سواه في Game of Thrones ما زالت ها بس برضو الكريزمة نفسها الكريزمة نفسها بيعتمد على خفة الدم والموضع الخاص أبل العضلات والقوة والرجولة والفحولة لو كان في المسلسل في رمضان لازم يجبوه بيد في المراض لازم لأن ده جوز إما المكونات بس أنا صراحة أنا اممكن اممكن لو أبغى أتكلم عن العيوب واللي أنا انتصرت عليها في المراجعة واللي كان نزل معايا تسعة ولا تمانية ونص بسبب هذه العيوب لو حبيت ان يتغلغل فيها بشكل أكبر بس أنا حب الفيلم عماني ما حسيت بخطر على أحد يعني يمكن هو الأب موتة الأب بالذات هي التحفة وكانت جميلة جدا أنت لو تحسستني ان الواد ده على بعد شعره من ان هو يقبل مصير أنا مرعوب من اني أشوفه لاني شفته أول مرة ومش قادرة تخطاه كان حيعلم في المسلسل القتال يعني حتى لو بي جي تول حتى لو بي جي تول حتى لو انه ينفع لمشاهد العائلية القتال يا رجل خليه ينجرح خليه يقوم خليه يتعلم ده حتى ما نتقاتل مع الفريمن فازع الراجل بسرعة والأدمية زنداية بتقوله ترى ده من أحسن المقاتلين عندنا بس أنا شايف ان دي مهمة بس أنا شايف ان دي مهمة ان انت هو قدملك في البداية بس انت ما حسيتش السكيل بتاع ده هو تلقى تمرين غير عادي هو مش مقاتل سيس ده متعلم على يد اللي كنين بالمدرستين اللي هي مدرسة جيسون ممو والمدرسة بتاع جيوش برولين المدرسة بتاعت الشجاعة والمقابلة والمدهمة ومدرسة الخداع والخيانة والأمور دي كلها فهو متمرن كويس مينس حاجة واحدة بس اتقدمت بعض قرية في الفايد دي ان عمره ما قاتل أبيك هو يقدر يقاتل اي حد في الدنيا هذا الموقف اللي خلاني انتصر للمشهد واغض البصر صراحة بكل أمان بس بلاحية تانية حتى والله جيسون مموية والضرب مموية مموية جيسون مموية قاعد اشرب موية اقول جيسون مموية جيسون مموية جيسون مموية والضرب برضو ما حسي قلتها في المراجعة ان القتالات والمجموعات من تخش على بعض المناظر كانت مهيبة بس افتقت للقتالات الفردية الرائعة يعني حتى من ناحية ستونت حتى من ناحية مبارزات كانت جدا 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 عادية واتمنى اني اشوف عمق اكثر في القتال في الاجزاء المستقبلية الشيء الثاني اللي ما زلت عليه وهنا اللي فعلا فعلا مشيتها موضوع الدكتور يا راجل وانه هو اللي ورا الموضوع ده كله هو كان مفاجأة لكنه ما كان صدمة لانه ما اعطوا الدكتور حقه من البداية ما كان ورونه علاقته مثلا معاهم بشكل كبير جابوها بس بشكل ثانوي وفجأة صار هو اللي عمل بس انت متوقع انه هو الخائن الاوحد انا بالنسبالي مثلا لما شفت الدكتور ده بالطريقة دي لما شفت انه فيه احد خان او فيه انه احد سوى شي اول حال جات في بالي اوه هذا الجوش برولين ولا موه ولا حتى التاني ولا حتى التاني داك لا مش موه انا خلي بالك امكانية ان الجوش برولين يكون خائن مش منفية بالكامل الا اللي قاله الرواية وعارفين بقى بالله اللي جيري لا يسبوين لكن حتى هذه اللحظة مش مستبعد ان الجوش برولين يكون خائن انا انا الين ما اعرف عندي احساس كده ان شاء الله يطلع الخائن لانه حيكون صدمة جوية بس شف اصلا انت خاتب لك هو اختفى فجأة المسلسأ الفيلم كان ماشي وجاله مشهد بتاع الحرب انا هذا اللي افتقدته مع مشهد الدكتور انا بالنسبالي يا مهدي هذا اللي قلته في المراجعة لو انهم وروني المؤامرة اللي بتصير مع الدكتور وخلوني اترقب الى ما تتنفذ وفعلا اللي بغا يصير كان حيكون اثرها اكبر على المفاجأة البسيطة هذه اللي صارت مع الدكتور يعني حتى الدكتور وكيف نقتل بعدين يلا رجعي يا مرتي او انت خاين يلا نقتلك مرة يعني كانت باسف كده حاجة ثانوية ولك انه حاجة كبيرة صارت فكيف انه زي ما قلت انه هذه القوتين العظمى اللي بينهم عداوة فترة طويلة جدا وكيف الدر حقهم يسقط بكل بساطة وكيف الدمار ده يصير عشان هذا الشيء اللي ببساطة يعدي اه ايو انا خلتكم عشان مرتي ممسوكة اوه ما حي اطلع كلاما وغلط وقلت لوني سخيفة سخيفة حبة ما فيها اي نوع من انواع التعلق والعمق بس العلمة انا عجبني دوافع بتاعته كونه مش غابي في نفس الوقت يعني هو واحد ايده تلاوت ورى ظهره هو لازم حيعمل اللي هو ما طلبينه منه غصبا عنه رغم ادراكه انه ده مش هو اللي حيحل المشكلة بس لو الامل واحد في المياه فهو مستمر فيه بدليل انه هو عمل نفسه اهو بيقولك انا عملت ده كله اشان هو ما مسكين مراتي انا ما عنديش حل تاني انا لازم اكمل وفي الاغلب حيموتوها وفي الاغلب حيموتوني ودي الحل بتاعك لما تقابله وخلصنا على كده يعني ده واحد صفح سباته والموضوع انتهى بالنسبة له القرار بالنسبة له كان واضح فلو على مستوى ده وافع وتصرفات الشخصية مش مدايقاني بس انا معاك فانها مش الحدث ما كانش جلل بالقدر القوي او بمعنى صح انت مش مستبعد انك تجيلك الخنب اي 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 المفاجئة اقل من الحدث والهجوم اللي صار الكبير هذا يجيبنا السكارسغارد كيف بالله كيف يا اخي انا عيلة سكارسغارد كلها انا احترمها بس الاب دايما هو العظيم هو دايما الرهيب لا لا هو الرقل ده اوما كلهم شغلين على صمعاته كويسين بس شغلنا على صمعاته التغيير الجسدي والمظهر اللي جابه صراحة قدر انه يدب الخوف في قلبي شكلا ومظهرا وطريقة كلام فما زلت متعطش يمكن هذا يرجع انتصار لكلامك على موضوع الاريتت مستني اشوف هذا المتوحش وهذا الوحش ايش ممكن يطلع منه شكل جسمه غريب التما انتعارف هو دودة هو غضل هو ايه بالظبط مش 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 واضح يعني كونه بيطير وانا بيعملي بالظبط بس في نفس الوقت يعني خفير بردين ما شفناها زندية ما شفناها بتيستا ما شفناها وهذا اللي بس الاقل التدريب كان حلو زوج برولة عمل مشهدين تداتة خلاص بس يعني اثرت طب انت مين اداءة المشهد اه ريبيكا فرغسون وايزاك او ايزاك اسكر ايزاك اسكر اسكر يمان اوسكر ايزاك طلع مساحة جد كده بس شال الفيلم كله مش شال الفيلم اثر على كل الجمانب تربيه الولده الكلام اللي مع مرته لا وهو اداءا هو الهايلايت بتاع الفيلم كلام مع ولده كان عظيم لما نقل له انه اللي يطلب القيادة مو معناته القائد القيادة هي اللي تجي اللي تتوكل لي وإذا رفضتها برضو حتظل ولدي اللي أنا أحبه أو اللي هو الأساس العلاقة بيني وبينك كلام كان جدا جميل لما نتكلم مع مرته هتفضل الحاجة الوحيدة اللي كنت عاوزك تبقاها وهي ابني إنك ابني يا السلام ولما نتكلم مع مرته وقال له أنا عارف كلام ما بيتكتبش مرة كل عشر أفلام كل مليون فيلم عشر أفلام ولما نتكلم مع مرته وقال له أنا عارف أن أنت من بني جسبر الدول ولا مدرمين بس لو صار شي للولد إيش هتسوي قم تردت علي قاتلو حفدي بحياتي وشفنا بعدين في الأخير كيف أنه فعلا صار في ثنائية بين الأم وبين وبين الولد كيف أنه الآخر لحظة لما نقدر إنه يبغي يكتل البرون فأسكر أيزاك إنه يديني تقريبا طلع على الشاشة وضع نص ساعة بس أعطاني آرك كامل لشخصية تذكرني بنت ستارك كده شوية لأن النبيل اللي ناوي يعمل حاجة واللي مغدر لا كانت برافو صراحة يعني كان عمل بعيدا عن السزاق هو كان مدرك تماما هو فهم من اللي بيحصل عرف إنه الإمبراطور جابه هنا عشان يخلق عداوة بينه وبين الجماعة التانية عرف إنه الجماعة التانية خرجت وعملت كل المصادر اللي تستخرج هذا خربتها وعدمتها فهموا كافش كل حاجة فكان يعني والتصرف واللي إذا من راح في وسط الصحراء ويبغي ينقذ الناس حتى تأثر على الفريمن اللي كانت معاه شافت واو يعني هذا يهم الناس مو بس يهموا السبايس ولا إنه يطلع على المخزون ولا حاجة كده فأعطاني دور في نص ساعة يا جماعة في نص ساعة وأقل مشاهد ما حأنسى الدور ده شخصية ما حأنساها مع الناجات في بداية القصة كل كامل بس أوسكر آيزاك كان كويس وأوسكر الزندي يمكن داخليني خليني أخش على الآن على موضوع مختلف أوسكر الزندي عامل شغل ممتاز ممتاز غير دون علشان سينو فمارج يا سلام عليك سينو فمارج أظن بقيله حلقة لو أنا فاكر صح أو حلقتين أنا أنا ما شفتش منه حقا أكثر عمل حواريا أبطال العمل أوسكر آيزاك جيسك شاستين والحوار هم دول الأبطال أصلا ما في حد تاني بيطلع غير قليل هذول الأبطال ما أن أنت تخيل متخيل كأنك كأن واحد من جده وقسين فورمارج تخيل دخلت الباب على اثنين متزوجين وجلست معهم تخيل كده هذا اللي حيصير بيتكلموا كلام من عبيط جدا لعميق جدا لكل النواحي وعلى هذا الأساس كل حلقة محاولة ومغامرة جديدة لو لا قوة الحوار ولولا جودة التمثيل الرائعة جدا من آيزاك ومن شاستين كان العمل دام نوع حلقة وقفته بس أنا ساير يعني كل حلقة بحلقتتي حتى وأنا مسافر شفت حلقات اللي نزلت لأنه فعلا الحوار كان مدرسة وكيفية أعمل حوار من أولا شيء أنت شفت مسلسلين وانت مسافر تسافرت ليه أصلا إدمان يا أخي الإدمان ما أقدر عليه الإدمان ما أقدر وسأدي كان حلقة وحلقة كل أسبوع يعني فكان كل يوم اتنين تقريبا بتنزل حلقة آها يس أنا مستنيه ينزل كله وقالت اللي وقت يديتني طويل إنقاذ فحستخدمه أنا مستنيه يخلص كله عشان أشوفه في تجربة غير منقطعة وأقدر أتواصل معه دراميا بشكل بنوكيو كداب أنا كلام النقاط الكبار ده كله كلام هلس طيب نروح الآن على العمل الثالث الأكبر الفترة اللي فاتت واللي على مستوى عدة أصعدة كان مهم أول شيء نتأخر أكتر من مرة ثاني شيء إنه هو أصلا عمل كبير وكل مرة ينزل فيها بيجيب أرباح وبيعمل زوبعة في طريقة الإصدار والقصة وخلافه ثالث شيء إنه هو آخر فيلم لدانيل كريغ في سلسلة جيمس بوند نتكلم على نو تايم تايم يمكن نقطة الرابعة يهمنا إحنا بشكل كبير ويهم نسبة كبيرة من الناس إنه مالك رامي مالك مشارك في هذا في هذا العمل فجيمس بوند بق إنت ما عملت عليه مراجعة ولا أنا عملت عليه مراجعة ويمكن أنت أول مرة نتكلم أنا وإنت على العمل فأنا عندي تقييم وأحب أسمع تقييمك فدورك الآن نبدأ معك كم كانت كم تعته تقييم لجيمس بوند تعالى تقييم لا تقييم ده بعد الكتابة تعالى ما عرفش لازم نيبقى قدامي علشان نعرف أقيم بس تعالى نتكلم على الانطبعات فيلم No Time To Die من أول لحظة فيه لغاية آخر مواجهة فيه كنت شاف أنه من أفضل الأفلام جيمس بوند على الإطلاق ومن أفضل أفلام دانيل كريج ودانيل كريج في رحلته كجيمس بوند نقل البار بتاعة التعامل مع الشخصية من الجانب الحرفي أو من الجانب الاحترافي البحث للجانب الشخصي مع دانيل كريج شفنا أن جيمس بوند ده إنسان بيحبه وبيكره وليه أب وليه أم وليه إرث وليه عيلة وليه أخ ربما وليه حاجات بالطريقة دي وفي الفيلم ده ابنا تعرف أكتر أنه ممكن يبقى زوجه وممكن يبقى أب وممكن يبقى حاجات تانية كمان من الأول غاية إحنا نكلم بحرق فما علش الوصول للجزيرة في الهجوم الأخير أنا كنت شايف أن ده فيلم ناضج جدا ما كنتش متضايق أبدا ودي حاجة من الحاجات اللي بتضايقني عادة في أفلام جيمس بوند حيثة المبالغات الشديدة في الأكشن جيمس بوند بيخش في جيشه وبيموته كله وجيمس بوند بيخش في مكانه ويخترقه ويطلع بلو هو عاوزه ويمشي وكل الناس اللي في الدنيا بتضرب حواليه هو لما بيضرب حد بيجيبه من مناخيره المرة دي ما تضايقتش منها لأنه حسيت أنها واضحة قوي لأن هي ممكن استبدالها يعني يا سيدي لو أنت بدايق المواجهة بتاعت الأكشن دي استبدالها بأي حاجة وصل لنفس النتيجة مش هنغلب بس النتيجة دي تعالنا اتفق الفايت بتاعته هو وأنا دي أرماس في الحتة الرافك فيوبا فان متش مور فان عن أن احنا نجيبها بشكل مختلف الفايت بتاعت الفورست وهو بيحاول يحمي البنته وبنته فن رغم أنها برضو ممكن تتعمل بشكل تون داون شويتين لغاية الجزيرة أول لما رحنا الجزيرة بقى مش سقطنا من جيمس بوند بتاع دانيال كريج ضحتنا سقطنا من بتاع دانيال كريج ومن بتاع بيرس بروزنان ومن بتاع شون كونري وروحنا بروجر مور على طول اللي هي أقصى أفلام كرتونية في تاريخ جيمس بوند كله فالدايقة قوي من السيكونسز اللي حصلت في الجزيرة لغاية لما وصلنا للمواجهة الأخيرة والقرار النهائي وفجأة الأسهم ارتفعت مرة أخرى إلى عنانسة شوف أنا أتفق معاك أحلى جود باي كان ممكن في الدنيا مفيش أحسن أتفق معاك في رحلة الروليكوستر أنا يمكن ما كان فيه تصاعد دائم أنا كنت داخل بكل أمانة وهذه غلطة مني بس يا أخي أنا بشر في الأخير أنا داخل ما أنا معلم أبغى أشوف ليه؟ لأنه هذا أول فيلم لجيمس بوند بعد الميتو موفمينت أول فيلم لجيمس بوند بعد الحركة النسوية العالمية واللي كانت فيها تصحيح لأوضاع الكثير من الأمور ما قصد بحاجة سيئة على وضع الرجال والتعامل مع النساء والكلام ده كله ليه؟ لأنه جيمس بوند ما عروف أصلا هو شخصية ومانايزر أو نسوانقي يعني بالعربي يعني تمام؟ فكت خايف كت خايف أنه ينتزعوا حاجات كثير وبالذات قبل ما شوف فينا شوفت فيلم برضو أمس شوفت فيلمين في يوم واحد من زوان ما عملته شوفت صورة انتشرت لجيمس بوند زمان نفسه دانيل قريغ بيسوق دباب موتورسايكل وورا بنت وورا ماسكة فيه وجايبين صورة يقول لك هذا زمان دلوقتي جايبين بنت بتسوق ووراها جيمس بوند ماسك فيها بيقول لك شوف يعني بدنا نخش في الموجة النسوية بيقولت هذا هو حيلته ورصيده في الدنيا أنه هو الكل في الكل وأنه هو المضبط الحريم وأنه هو كل حاجة فكنت خاية فداقل ومعلم أريد أن أرى لأي درجة سيستخفوا بالشخصية الخبر الجيد أنهم لم يستخفوا بالشخصية أبدا قللوا شوية من النغمة يمكن هذا أول فيلم ما نشوف جيمس بوند يدخل يلاقي واحدة ما يعرفها يأخذ اللي يبغاه منها وينم معها ويمشي هذه أول مرة ما نشوفها أنه سوية في هذا الفيلم مع إنسانه سبق أنه كان له علاقة طويلة المدى معها مو فجأة يشوفها والأشياء اللي كنا دائما ينشوفها في أفلام جيمس بوند السابقة فهنا دللوا العيار حبة بس غير كده بالعكس الدو حقه مو زيادة الدو حقه صح والافتتاحية حقه الفيلم من أجمل افتتاحيات جيمس بوند بالنسبة لي الافتتاحية المشهد كامل المطاردة النزلة من على الجسر رقو ركوب السيارة من أجمل المطاردات أو من أجمل الافتتاحيات في عالم جيمس بوند بالكامل عيبة الفيلم أتفق معاك في العيبة اللي قلت فيه بس عيبة الفيلم الأساسي بالنسبة لي هو رامي مالك يمكن مو أضعف فيلن مو أضعف فيلن بس أنا كنت مستني من رامي مالك يعطيني نفس المستوى منز ميكلسون من كازينو رويال يعطيني نفس المستوى خفير بردام من سكاي فول لكن كان وجوده زي عدم يعني أنا لن يفق إلى الآن تلوم رامي مالك ولا تلوم تصميم الشخصية طبعا تصميم الشخصية ولومه هو اللي قبل بالشخصية أساسا يعني أنت دوبك أخذ أوسكر وأدواره مالك من يوم أخذ الأوسكر للآن كانت سيئة سواء فيلم اللي عمله مع دنزل واشنطن Little Things ولا هذا يمان أنت لك مستوى يعني الأفلام دي كلها ثانوية فليش تقبل بهذه الأفلام أساسا فما كان له داعي الشرير دي أبدا ولا أعرف اللي Over the top مرة أنا قتلت عيلتي أبقتل المجتمع وكرة أرضية كامل لا يا راجل يعني معلها الفوضل الشيء بطلناها من زمان مع أنه هذا أسلوب جيمس بوند من أول بس جيمس بوند مع دانيل كريك الشخصيات اللي قدمنا هي مع خفير بردام والدانا هي مانكز ميكلسون في كازين الرويال علتناه شكل كبير حتى سبيكتر اللي بالنسبة لي سيء فيلم من أسوأ أفلام جيمس بوند بس حتى سبيكتر وأداء وولس كريستو فولس كان أفضل من أداء رامي مالك وولس في الفيلم ده أصلا أداء وأحسن من رامي مالك برضو أحسن من رامي مالك أنا برضو حلعب لك دور المحقق اللي مش عارف أي حاجة وبيتحنيك وخلاص أنا أظن أن رامي مالك وأتصور أن دوره متأسس أنا ما أعتقدش أنه هو ممكن يكون اخترع كل التفاصيل دي في الشخصية بما فيها المظهر بدون أي تدير يعني بدون أي تركيز بدون أي أثر عليه نفسيا في التصرفات اللي هو بيعملها الفيلن في الفيلم ده عمل كذا تصرف والله يمعين معنا انت ليه ماشي انت فيه نوع من أنواع الهوس النفسي ما بينك وما بين الأم اللي هي السيدو ليه ده ينعكس على بنتها سابة في الأخير سابة في الأخير رماءها يعني وفي الأخير سابها فأنا ميال أن الدور ده كان أكبر من كده وكان أعمق من كده وكان بيبرر الغرابة وطريقة التصرفات الغير سوية حتى على مستوى السلوك وعلى طريقة الكلام وده كله بتاعة الشخصية بتاعة سافن وأتصور أنه هو أتقص أص وأتصور أن رامي ضحية لحاجات كتيرة قوي ما عليش ممكن أكون عشان مصري ومتحيز وارد يعني بس رامي مالك خد أوسكار بريماتيور لا تتناسب إطلاقا لا مع إيجادته للدور اللي كسب عنه الأوسكار ولا على وزنه في هوليوود ومن ساعتها نابوا كل اللي بينوه بكل الممثلين اللي بياخدوا الأوسكار بريماتيور أنه لا بالقوة الكافية أنه يختار أدواره ولا بالضعف الكافي أنه يركز على الأدوار المستقلة هو عاوز يتواجد في أفلام كبيرة عايز يتواجد في أدوار كبيرة عاوز يخترق الشاشة عجبه قوي فكرة أنه هو يبقى الفيلن بتاع بوند ولكن أنت على مستوى الماركتابلتي مش بالقوة أنك تفرد كلامك على الناس اللي بتنتج جيمس بوند ولا على دانيل كريج شوف أنا كل ما أفتكر فدي النتيجة وأنا معك تماما أنا رامي مالك بالنسبة لي لما أفتكره ترى ما أفتكر أبو هيمين رابسدي أنا أفتكر مستر روبوت اللي قدمه اللي قدمه رامي مالك في مستر روبوت عظيم بس ما زال عمل تلفزيوني كهو كسينمائيا رامي مالك بالنسبة لي إلى الآن ولا حاجة ما زال بيبي وهذا اللي تصديقا على كلامك أفضل دور لي كان الدور المساند بتاع دماغ بزار بزار وعشان كده بقولك هو كسم أسكر بريماتيورلي هو ما زال ينتمي في الأفلام دي لسه ما بقاش نجم شباك ما بقاش بومد فيلم أطلق وزي ما أنت قلت كريستوف فولتس طلع شال الفيلم شال الفيلم كله شال الفيلم كله يا عمي أنا كمان غير رامي مالك الفيلم طويل فشخ ساعتين ونص ليه أو ساعتين وطولت ليه والله تعبت وأنا متفرج العياقتي ما كانت تسمح صح إنه فيه أشياء كان الحماس فيها بيعلق بس خلاص هذا وإنت بتشك إنه جسجسه يعني أنت صورت كم ستة ساعات يا عم فكان الفيلم جدا طويل هو بس اللي دايقك إن الضحية يا بقى رامي مالك والشر كان سيء عجبني أوف الفيلم ده إنه هو مفهوم أيو أيو الفصول بتاعته كتيرة وإنترناشنال وانتقلت كتير وتقلبت كتير ولكن مفهوش حاجة لخبط على عكس سبكتر سبكتر أنا فترة إن الفترات بقيت اللي هو خلاص عمل لأنت عاوزه يعني أنت جيت هنا ليه عشان تعمل إيه علشان جاي منين اعمل لأنت عاوزه خلاص ما عادش فريق مش حايز أفهم أصلا أنت بتعمل لي دلوقت يعني لكن الفيلم ده السناريو بتاعه جميل فصوله متفصلة حلو شوف أنا بالنسبة لي أنا الحلو في الموضوع إنه أنا تابعت بروزنان كامل وتابعت الآن دانيل كريغ كامل أظن ما يحتاج نقول إنه كريغ أجمل بروزنان بمراحل لكن اللي حلو في سلسلة أفلام كريغ إنها كلها متصلة كلها متصلة تمام في خط زمني واحد الشخصيات بتأثر على بعض لا يمكن إنك تستمتع بـ إذا ما كنت عارف الإزاء السابقة ولا تعارف كل التفاصيل اللي سارت والمنظمة وأفراد المنظمة وأفراد الـ وكل اللي ماتوا فيهم واللي حيوا فيهم ما هتستمتع أبدا بعكس أفلام بروزنان أشوف فيلم على التاني هو شرير وعندي بيوقفه وإسلام عليكم ورحمة الله وانتهى الموضوع فهذه نقطة إيجابية بس صراحة يا محمود أنا أسألك كازيني رويل الفيلم اللي شفكر اسمه ده اللي كان تاني واحد الوحش مرة كان سيء وبعدين سكايفول أعوذ بالله وبعدين سكايفول صح إنه كان عامل كده بس أتوقع لو وقف في سكايفول كان أجمل من سبكتر وكان أجمل من دخول حتى لا تايم دو داي لأن سكايفول نهى على تون عالي جدا وحتى على وقته لو فاكر هو انتهى على أنه دوبه يرجع للسيرفوس مرة ثانية بعد ما اعتزل وبعد ما أم ماتت وجاء أم الجديد حلو وقف هنا جيمس بون تاني بس دخول على سبكتر ويرجع من التقاعد ويرجع دي حين تقاعد ويرجع تاني عام نتقاعد ألف مرة يعني مدوها بزيادة مو جيمس بون ده بقى هو لا تقاعد قرار سهل أنا حوالك التقلبات دي لي الشخصية كانت عاملة إزاي كاسين رويل هانز دون أفضل جيمس بون بعد سكايفول يعني دانيال كريغ وغير دانيال كريغ ده أعظم فيلم على الإطلاق كونت موف سولوس كان معمول بنفس المدرسة اللي احنا ابتدنا منها الأفلام بتاعت بيرس بروزنن أو روجر مور أو شون كونر اللي احنا متعودين وانا احنا عندنا شخصية وشوية شخصيات مكررة بتظهر معنا كتير بس الحدوطة حدوطة تانية خالص واللي حصل قبل كده ما يتبنيش عليه ولا حيحصل بعد كده ملوش علاقة وبعد كده سكايفول اللي كان المفترض ان سامن داز جاي بي علشان يقول بالسلسلة باي باي ونقدم فيلم في أقصى درجات النطج الدرامي وهو في تقدير الشخصي تاني أفضل فيلم جيمس بوند إفر ورا كاسين رويل على الإطلاق برضو مش مع الحاجات دي كلها سبكتر انا اتصور ان ده فيلم المقاييس التجارية لو ادراع كل الناس ان هما يدخلوا بما فيهم سامن داز انا مظنش ان سامن داز كان عايز يعمل اصلا انا وصمة عارف تاريخه وصمة عارف تاريخ سامن داز سبكتر مش فيلم وحش انا مش قادر وقالي فيلم وحش مش زي كونتوم وفصولس بس ملخبط ومش على مستوى سكاي فول وتم استدعاء فيه العناصر هي ان استدعاء العناصر بتاعت كونتوم وفصولس هي اللي قفلت الخمس اجزاء مع بعض في شكل قصة ايه لانك لما تيجي تفكر من غير سبكتر ومن غير من غير نو تايم تو داي كونتوم وفصولس ده كان حيبقى الابن الضال اللي مالوش اي معنى في السلسائي اللي احنا بنتكلم فيها فلما نيجي نتكلم على الصورة كلها على بعضها انا شايف انها صورة جميلة جدا انا مبسوط ان انا بودع جيمس بوند بالدموع مش بالابتسامات مبسوط جدا ان انا بعمل كده مبسوط جدا ان الحكاية دي شفناها من ساعة لما جيمس بوند كان جربوع لغاية لما بقى اهم ايجنت والامر بتاعه بينتهي بتضحية غير متوقع على الاطلاق فالصورة كان فيها شوية بيكسلز مش قد كده بس لما تبعد عنها شوية وتبص عليها على بعضها فيش احلى من كده بس صراحة ما تحس كده انه انه مغامرة انك تخليني اودع شخصية احنا كنا عارفين انه هذه شخصية دانيل كريغ وليس جيمس بوند كله الفرانشايز مكمل وحينحلب ليوم الدين بس مازال حيأثر علي انا شفت بوند بيموت غير الاجزاء القديمة اتقاعد ولا غير ولا واتفر فنفسيا حيلعب معاك هنا بشكل اكبر اظن يحتاج يحتاجوا بشكل كبير انه البداية حق بوند القادم اول شي الاختيار رازم يكون جدا ذكي بشعبية جدا كبيرة وبكتابة عالية ولا هذه نهاية بوند ولا هذه نهاية بوند الاختيار لازم يكون ذكي الشعبية مش لازم تكون كبيرة دينا مختلف معك فيها خالص دانيل كريغ لما عمل جيمس بوند كان ولا حاجة بيرس بروزنن لما عمل بوند كان ولا حاجة دي شخصيات كانت يعني كلها اثرت على ما تستفهم وقت اختيارها المهم اللي بيختار يبقى عرفها وبيختار ازاي الحاجة الوحيدة اللي تقلق وتثير الاهتمام في نفس الوقت من الفيلم ده ان احنا الاول مرة بنفصل ما بين 007 و جيمس بوند بنفكر الناس كلها و بنعرف الناس كلها ان دا حاجة و دا حاجة مش شرط ان الكنين يبقوا نفس الحاجة دا حيتعامل منه ايه مليان possibilities وال possibilities دايما شيء مثير للاهتمام ومليان امكانيات لوقوف اخطاء فادحة اتمنى بس انه ما يكون الاختيار يعني مثلا مثلا ما نتكلم على إدريس ألبا يا جماعة والله ما عندي مشكلة مع كل الاعراق في الكون بس يا اخي مو لازم انه كل شخصية تكون بكل الالوان وبكل الشخصيات وبكل العرقيات خلاص خلوها يعني خلينا ماشيين بنفس الخلاص بونده العمره بريطاني ابيضاني وسيم حليوة بناتي حبوه كمل خلاص هذا هو فرانشايز طلع فرانشايز تاني بقى بأي عرق انت حابه بس يعني إدريس ألبا مع كل احترامي لي ماني شايفه بوند انا ما اشوفه بوند مع انه عنده كل مقومة حاليا ما فتصدق وانا في السينما امس قاعد افكر قاعد اقول قاعد اقول انه دانيل كريغ جاله الدور وعمره خمسة وثلاثين سنة وبروس بروسنان برضو جاله الدور في الاعمار دي مين فيه عمره خمسة وثلاثين سنة اليوم حتى الناس تحسب ديكابري ومثلا طبعا ديكابري مستعيل ياخده هو امريكي بس الناس مثلا يجي بالا شباب يقولوا ديكابري في الاربعينات خلاص طرح المرحلة دي التلاتين قليل فيها ناس شاطرين انت يا عشريناتي يا اربعيناتي التلاتين دي تحديدا قليل قليل شخصيات اثبت اثبت فبغالها جلسة كده ودين هو هوموركور جاء لك الحلقة قلبه مخطرة كبيرة جدا طول هارتي عرباجي اكتر من اللازم بنيدد كومبر باتش ايليون اكتر من اللازم جيمس بوند بالمقاييس دي مفيش صح صح ممكن ممكن نخرج من بوند نخرج من بوند نروح لاخر حاجة موجودة عندنا لها مراجعة على القناتين اللي هي وهي انيمي اترنتي لا على القناتي مش قناتك جزدك على قناتي على قناتين على قناتي مفيش حاجة تانية اتكلمت فيها انا ما اتكلمتش مع بعض اوكي اوكي طيب دي الحاجة الوحيدة لفضلك حلقة الباقي اللي هنتكلم فيه كله مالوش حلقات بقى خلاص تمام اللي هو تيور اترنتي دي اخر حاجة وعندك التيزر تبقى هاوسوفذ دراجون نرجع له بعد شوية طيب تيور اترنتي انا بنتكلم فيها كمان شوية تيور اترنتي في عالم الانيمي اللي ان شاء الله حيدخلوا مهدي قريبا وترى فيه خطة كاملة متكاملة بتحاك في الخلفية هاهاهاها ان شاء الله حتسين ففي عالم الانيمي اللي انت بتكبر عنه هلوة اوة تحاك دي هلوة اوة يحقق في حاجات ما تعرف بالاعمال الموسمية عندنا مواسم في الانيمي موسم الخريف موسم الربيع موسم الشتاء وموسم الصيف فهذا العمل كان من اجمل الاعمال التي صدرت في موسم الشتاء والربيع موسم الربيع كان من اجمل الاعمل اللي نزلت بهذا الموسم وانا كتبت اياميها يا محمود واختبت عام Crisis اتشوف العمل ده في اول حلقة إنه عشان كده أنا أتفرج أنيمي اللي يقدر أديني قصة مستحيل تشوفها في عمل حقيقي يعني دوم أتكلمنا على سكويد جيم وكيف إنه قريب جدا من أنيمي اسمه كايجي يعني الأنيمي بيدينا برضو قصص تنفع تكون في عمال حقيقية بس المعنى الحقيقي للأنيمي لما يروح أبعد من كده يا يعطينا حاجات فيها قوة قتالية بلا 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 بس يبدأ على جنب أو بيدينا فيها حاجات فيها خيال ساحق بعيد صعب لو بسي جي آي ولا أي حاجة صعب تتقبله غير في عالم الأنيميشن فهذا العمل من هذه الأعمال العمل ده أنكتب بهدف واحد بس نبغى المشاهد كل حلقة يبكي مرة واثنين كده هذا مقاييس النجاح فتخيل كل أسبوع أنا عارف أني حتنكد عارف أني حتضايق عارف أني حقفل الحلقة وأنا زعلان وكنت أستنى الفقرة دي كل أسبوع أشوفها الصباح يوم الثلاثاء الصباح أستنى ولما انخلصت أنا زعلاني إنه الزعل خلص يعني كيف تيجي دي مع بعض أنا مش عارف فعمل كان جميل صراحة أملت عليه مراجعة كاملة بس مو بدري عليك تخش الحاجات دي خيال أحب 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 لنصف صغير على الحاجات دي تعلي بقى على هاوس و دو دراجون انطباعك أنا مش عايز أقول لك صاحبك راكان راكان عامل دكتوراه في تاريخ وستروس الحاجات اللي فيها كلها ولا بتاع عملت أنا التريلر يا عامل جاي بشوات معلومات من ويكيبيديا على كام ارتكل قريتها معرفش مين وراح فتح لي كشف حساب ده مش اخوه ده مش ابنه ده اخوه وده مش عم معرفش مين ده ابنه اخت معرفش مين وده اتغطى في الكتاب الفلاني في المعرفش بفجأة حسيت ان انا دخلت في حتة انا ما كنت شعر انا اسف ان انا معرفش ثقافتكم لهذا بس اكتر خير وانا اي كولد فورد اي كولد الناس اللي عارفة وطبعا را كان وانت من الناس اللي قاره جامد وعزيز ومن الناس اللي دخل وجامد جوه الموضوع وعارفين قوي عن التاريخ بتاع الروايات وعن تاريخ وستروس وعن تاريخ الكلام ده ات اكتر مني واي كولد فور هلپ والرجل يعني عجبتني التيزر حسيت ان هي زي ما تكون بتطم من الناس يعني انتوا احنا القديم احنا اللي عارفين انتوا عاوزين تتفرجوا على ايه انتوا مش عاوزين تفقدوا الجانب الاستوري مش عاوزين تفقدوا الجانب الملحمي مش عاوزين تفقدوا الجانب اللي ليه علاقة بالفرسان وبالصراع وبالامور دي كلها مش عاوزين تفقدوا الارتباط بالقارة مش عاوزين تفقدوا الارتباط بالتارجيريانز والتاريخ بتاعهم والكلام ده كله ورحمة دهالك مباشرة الى اقصى درجة ممكنة يعني فيه فيه حتة كده في التيزر معرفش عشرة خمستاشر فريم تاك 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 اللي هما العشرة خمستاشر حاجة اللي انت عاوزت تأكد ان هما موجودين في المسلزل الستار باور مش بطالة فيه ريس افنس وفيه مات سميث دي حاجات تطمننا احنا على قال احنا لما دخلنا نتفرج على جيموف ترونس في بداية وخالص ما كناش نعرف اللي شعون بين بس في البداية خالص الباقيين كنوا ممكنوا بالنسبة لنا مجاهيل فدي خطوة لقدام فشيء يدعو للإيجابية وأتمنى ان المرة الجاية لما اجيك كلام اتكلم وانا مذكر احسن من كده بدل مرة كان يديني انا بس انا تصحيحا تصحيحا للمعلومات هتصحح لي انت كمان لا لا انا ما جريت ما قريتش والحاجة في جيموف ترونس لا لا هاوسوف دراجون ما جريته انا كنت ناوي بداية المقدمة حتى ما عديت الفصل الاول وكان بعد ما انتهى زعلان ابغى اجرى اي شيء عوض عن الجنان ده اللي صاير الاخ التخين صاحبنا الى الان ما نزل تكملت الرواية اصلا فقلت خلينا ادخل على هاوسوف دراجون وطلع بعدين التأكيد هو اسمه فايرن بلود صح؟ فايرن بلود هاوسوف دراجون انا بسميه دايما هاوسوف دراجون لا 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 بقولك ايه الموضوع ده طلع فيه بالخلفات ايه 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 صح 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 محمد تزيك كده انا لقيت الضرائب واقفاني على الباب صح صح معشا كده بقولك انا ماني ملم بالرواية بس اللي خلاني اوقف انه عرفت انه حيتحول لعمل وانا مرة اتحمسك انه كان فيه كلام وقتها انه حيكون مسلسلين بعدين قالوا كلام فيه واحد حيتكنسر والتاني حيكمد فانبسط انهم ما راحوا للرجال الاوائل خلاص انا بالنسبالي وسترس بالنسبالي عائلة الستارك بالنسبالي كل الجيل القديم اللي بيوصلنا بالنايد كينج ومدري ايه انتهى في جيم الفرنس اي دونت كير كيف بدأ مدام دي نهاية انا ما اهم انه كيف بدأ اصلا يعني خليه هو هو ونفسه بس عائلة التاركاريان انه انا في المسلسل كاملة ما عرفت الا البنت واخوها اللي مات من اول كم حلقة هذه يخليني متعطش اعرف عن الماد كينج او اذا ما كان هو العائلة كاملة اصلا كيف طلعت وكيف وصلت انه اعيش برا وسترس انه انا ما عارف حيبدأوا من اسس ولا لأ لانه هم جوا من قارة لقارة لقارة ثانية انه نعيش داخل هذا العالم عندي عندي جدا 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 تعطش واجمل كلمة ان قالت في التريلر ان احنا حكمنا العالم وحكمنا هذا المكان مش بالاحلام لك عشان عندنا تنانين من اول لحظة قالك عم العالم دي باستخدام القوة دي نهت الجميع فانت الان داخل متها هتخش في قصة اعتيادية وطموح وحلم بتوحيد والاحتلال لا 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 تشوف كيف جابوا التنانين دول كيف عملوا العلاقات معهم بالظبط كيف سووا الحاجات دي كلها فانا انا افتكر نزل تويتا على طول اول ما شفت التيزر يا مان الاجواء وحشتني فشخ يا راقي لكورسي الحديدي لما انطلع انا اعملت كده يعني عارف خلاص اللي انت قيت يا حمدي عارف خلاص كده يعني خلاص برا فكانت يعني كانت رجوع جميل بس انا خايف صراحة انا ما زلت خايف لانه اذا هنقارم مع game of thrones اتوقع ولمدة طويلة جدا ما في حاجة هترجع لنفس الاحساس واذا كانوا هم هيستغلوا مقومات نجاح game of thrones هيكونوا بيغامروا لانه الى الان احنا مجروحين و الى الان بيستنين عليهم الغلطة فحلوة الاجواء تكون نفسها بس اتمنى انهم ياخدوا منحنة مختلف ايش هو الله اعلم بس لا تكرر لانه لسا عنا عايشين جوة العالم هذا لسا عنا منغمسين فيه يعني انا الان هتفرج وانا منتظر داهية زي تيرين او قائد زي تايون او طيبة زي جون سنو خلاصا عندي ثيمات منتظرها لو كررتها حقارن وكذا تخسر قدم لي ثيمات مختلفة قدم لي ثيمات مختلفة عشان لا اقارن عشان تكسب معايا مرحلة جديدة طيب نروح لماليجننت لماليجننت انت دخلته وما كملتوش دخلته يعني انت دخلته وقعدت في السنما والفيلم اشتغل وسبته وقمت لا عشان اكون صادق ما كانش سنما هو بينزل على اتش بي او ماكس وانا مشترك في اتش بي او ماكس فانا شغلته في الصباح وصراحة انا بعطي له فرصة انت اللي حمزتني وغير انو المخرج يعني معروف بهذه الاعمال فقلت اوكي لي لأ انا فجأة حسيت ان ركبت قلت الزمن ورجعت تسعينات تاني اذا كان ده الشي مقصود فبرابو فبرابو اذا الشي ده مقصود ببرابو بس انا يمكن حاجة دايما اقولها يا مهدي ولازم اقولها هنا لان عشان لاحد يزعل انا مهوايتي اشياء الرعب انا اشياء الرعب شي بسيط قليل اللي انا يعجبني واللي انتمي لي هذه النوعية بالذات التي تفكرني بالتسعينات مش انا انا اضحك في الحاجات دي انا ما اخاف ولا ارتبط ولا اي شي فعطيته تقريبا 20 دقيقة ماكسمم 15 ل 20 دقيقة لقيت انه ما في شي جديد بالنسبة لي ما لقيت انه حاجة جديدة نفس القطعات نفس المفاجآت الجمب سكير يمكن مختلفة نوعا ما بس لا التمثيل جذبني ولا السيتب بالعموم جذبني ولا القصة اصلا من بدايتها جذبتني وفعلا حسيتني في التسعينات او حتى كمان نهاية الثمانينات فهذا اللي خلاني ما اكمل العمل واتفاجأت انا ما شكتلك انت مراجعة شفت مراجعة كريس ستاكمان مدح في فشخ انا قلت في شي ما شفته فاشرح لي ما شفته اللي ما شفتوش هو اللي انت انسحبته قبل ما يجي بمطهة البساطة وده اللي خلت جيمز وان يركز بص انا الفيلم ده اول لما ابتدت التريلرز بتاعته والدعاية بتاعته وديمز وان طالع قالك انا بخاطر وبعمل حاجة جديدة وكلام زي ده وانا فهمت بعد ما شفت الفيلم هو ليه حرص ان يحط ده في التريلر رغم ان ده كان غريب بالنسبالي لما شفته في التريلر لان الفيلم في بدايته زي ما انت بتقول ايه يا جماعة الممثلين زي ما يكونوا بيمثلوا وحش يعني هما ممكن يمثلوا كويس بس هما قصدين يمثلوا وحش بيمثلوا بيمثلوا الدنيا كلها رايحة الاجواء التسعيناتي وده مقصود وملوش لازمة ده اللي يجننك بس هقولك ليه في الاخر من غير ما احرق علشان لو عندك فرصة ان تشوف الفيلم يعني لا احرجع لنا الفيلم بتاعنا لا 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 مش هاحرق وحياتك ما هاحرق يعني يمكن يمكن تحب ترجع تاني الفيلم قايم على لغز اللغز بسيط جدا من هو القاتل كالعادة دي واحدة ست تبتدت تشوف فيجنز لجرائم قتل جرائم القتل دي تلقاتل فيها حد واحد هيئة انتيتي واحدة يعني وهي بتشهد هذه الجرائم زي ما يكون حالة من حالات الانتقال الزهني او حاجات زي كده عشان تتفاجئ بعد كده ان دي ما كانتش فيجنز احلام او كوابيس او امور من هذا القبيل دي جرائم بتحصل فعلا مين اللي بيقتل وهي ليه بتبقى موجودة في المكان دوت بزهنها وليه بتشوف الكلام دوت هو علامة الاستفهام والاجابة بتاعت السؤال ده هي اعلى درجات المخاطرة اللي ممكن اكون شفت صنع افلام بيعملها في اخر عشرين سنة لان الاجابة اول لما بتدركها حاجة من الاتنين بتحصل ايما انت متوقعها ايما مش متوقعها ونسبة لتوقعها ضعاف جدا رغم ان فيه ناس بتتدعين هي قارتها زي ما انت عارف بقى ان ناسل بتروح السينما واللي يقولك انا قريها من اول ثانية والكلام ده كله ما حدش حيحاسبك ما حدش كان بيعد وراك فهنعرف ازاي يعني بس انا لما سألت في الستريم يا جماعة بالامانة يعني اعملت منقشة ليه على الستريم وقلت الناس تتفرجوا عليه وتيبوا تجاوبوني بالامانة الغالب هي العظمى قاله لأ يعني احنا بعد ما انت قلت ان فيه سامتن كومن احنا قعدنا ركزنا عشان نحاول نفهم هو ايه اصلا وهو خد فيها مخاطرة شديدة جدا لسبب بسيط لان النتيجة حاجة من الاتنين يا اما حتطلع تضحك وتقول ايه تخلف اللي انا شفته ده يا اما حتقول دي من اعظم المفاجآت في تاريخ السينما وهو اعتمد بعض الادوات السينمائية الاخرى اللي هو شطور فيها دخوله عالم فاستان دافيريس نتج عنه مشهد مطاردة ومشهد اكشن مستحيل يكونوا ظهروا في اي فيلم يروع بقبل كده مشهد اكشن من اعقد ما يمكن ومن اجمل ما يمكن ومن اكثر من الاكثر عنفا مؤخرا مشهد مطاردة من اعجب ما يمكن برضو ومثير جدا للاهتمام ومثير جدا للتركيز والستنتاية اللي هو عملها دي طلعتني من الفيلم فاتح بوقي الجامب سكيرز والرعب يمكن انت شفت اول عملية انتقال ودي كان فعلا فيها جامب سكير بعد كده هو شطب على الجامب سكيرز تماما وممكن يكون الرعب كله اصلا اتراك عن الخط ما بقاش مهم فيه فيه عنف فيه دموية فيه حاجات صعب الناس تستحميلها رغم انها مش شديدة قوي بالمقارنة مع صوه حتى يعني بس موجودة اللي بيحصل بعد ده كله هي عملية اللغز اللي عاوزين نجاوبه المفاجآت اللي تتوالع علينا واللي عملت تتلاعب بينا يمينا ويسارا تبعتنا النحية دي راجل كان عمالي رقصنا عملش كبال علينا من الاخر يعني يخش كل شوية ياخدك في السكة يتيجي معاي روح واخدك السكة التانية انت حاول توصل لحاجة يجيبك ماينو يجيبك لا انا اشتريت لما قدم الاجابة انا اشتريت واول لما قدم الاجابة انا بقول لك انا كنت متفرج على السينما فيها ناس كلها فتحت بوقها وقطعت النفس واو فإدي ماليجنند كمان فرصة تحية حتى لو ما عجبكش في الاخر بس تحية لصانع افلام بيستغل قدرته على التأثير في انه فعلا يخاطر وديمز وان مش من صناع الافلام المفضلين عندي ولا من المخرجين المفضلين عندي بس ان راجل موجود في بوكس هو استاذه خلاص احنا خلصنا هو مش محتاج يسبب حاجة لحد وبدل ما يحلب فيه كل اربع خمس سنين فيلمه وخلاص قرر يخطر بكل حاجة يعني انا كل اللي عاوز اقوله ده في الاخر ان مالكنا شوف انا عشان يستحق رسالة تحية من محبي افلام الرعب لقيمة جيمز وان شوف انا عشان لست من محبين افلام الرعب والرعب بالنسبة لي ككل بس يمكن فيه حتة كده على جنب ولما اندخلت فيه عرفت انه هي مش الرعب قدم انه الشخص ده تحديدا اللي بيطلع لي هذه النوعية من الافلام اللي هو مايك فلينيغن يعني مايك فلينيغن اعطانا The Haunting of Hill House وعطانا اللي هو الهاوس التاني اللي نزل السنة اللي فاتت وعطانا دكتور سليب كمان في 2019 اللي هو تكملة أو تكملة الرواية الخاصة ب ستيبن كينغ للفيلم The Shining فقدر انه يعطينا ادوات رعب على الرغم انه فيه سكيرز ويمكن فيه بعض مشاهد الجامب سكيرز بس ما كانت رخيصة ابدا لكن بيلعب على حاجة انا مرة اقدرها سرت مؤخرا اللي هي العامل النفسي اللي انت القلق انت مش مرعوب انت قلق طول ما انت تتفرد انت حاس فيه حاجة غلط بتصير بتشحها الانظار كده ايش اللي هيجي غلط الان ليش هذا صار ممكن يصدف معاه جامب سكير من هنا ولا من هنا بس ما هو ده الاساس ابدا Haunting of the House افضل مسلسلة في 2018 بلا منازع دكتور سليب من اجمل الافلام اللي نزلت فيه 2019 وهذه السنة 2021 عنده مسلسل نهيته لسه قريب اسمه Midnight Mass محاولة جديدة لتقديم عالم رعب مختلف بشكل كبير جدا كنت خايف عليه من التكرار لانه كل مرة بيدات في اعماله اللي في نتفلكس يجب لنا بيت وبيعيش وسطه فخفت انه كم مرة يقعد يعمل لنا كل شوية هاوس في هاوس هذا بلير هذا مدري ايه وكل شيء المرة دي اختلف ويطلق في الاخر بيشتغل في شركة عقرطه بيحاول فهذه المرة القصة اللي قدمها مختلفة جدا انا احتمال كبير لما تنزل انت الحلقة دي هكون انا نزلت معاها الحلقة حقية المراجعة حقية المسلسل لانه فعلا يستاهل بس ما بغير احرقه عليك لانه اكيد هترجع تشوفه يا مهدي الزاوية الحلوة اخذ زاوية دينية والزاوية الدينية اللي هنا ممكن البعض يتحسس منها لانه دخل المسيحية على الكاثوليكية على الاسلام في نقطة معينة بس على الاقل من ناحية الاسلام ما كان فيه اي غلط يعني بس من ناحية المسيحية الكاثوليكية لهو استرسل والاسترسل كان فيه العديد من الحوارات الجميلة جدا عن الخير والشر عن الدين والتلاعب القساوسة بالبشر عن خدمة الدين لمصالح النفسية والبشرية عن فهم الدين لكل انسان كيف ممكن يفهمه بطريقته في المسلسل على الرغم انه فيه جانب رعب بس الرعب مول اساس الاساس كان الحوارات والاداء التمثيلي الرائع جدا من اغلب طاقم العمل فهذا الرعب اللي انا ادور عليه هذا القلق اللي انا ابحث عنه دائما واللي مايك ثلينيجن اليوم ما اقدر اقول انه في الرعب لانا ما اعرف كل افلام الرعب وما هي الفئة اللي احبها بس على اقل كشخص ما يحب افلام الرعب مايك ثلينيجن خلاني اهتم بهذا العالم بتقديمه لهذه النوعية من القصص فضروري هو كم حلقة المسلسل ماليش دائما ايه لما اهتم بكلم في الفلوس على دول سبعة كم حلقة؟ سبعة حلقات ويخلص زمن الحلقة خمسين ولا؟ وما هم مرتبط بأي عمل قديم سبعة حلقات من خمسة وخمسين لساعة اوكي وغير مرتبط بأي عمل وغير مرتبط بأي شيء تاني فانصحك فيه طيب خلصنا رعب تعالى نروح لحاجة اكشن يلا فيلم نصحتك تشوفه بس انت ما شفتوش لازم تفرق انا الى الان انا الى الان حاسس ان النصيحة دي وراها خدعة انه مهدي والنعمة ابدا بينصحني بجرارد باتلر محمود مهدي بينصحني بالقلقاسة كيف؟ كيف؟ انا بس انا بقى عارف انا بقيت بقى عمل معاملة دابوي وكرايد وولف ودي صمعة مش كويسة خلص يا جبعين انا بقول حاجاته تبقى بجد في بعض الاحيان يعني ودي مرة منهم كوب شوب فيلم دخلته بالصدفة لان انا رحت السينما عشان اتفرج على دكارت كاونتر طلع فيه الاخباطة في الجدول وما فيش فيلم تشوفه دلوقتي يقل لكوب شوب انت متخيل ان جرار باطلر يقل عقله معايا لدرجة انه هو يعمل خطة محكمة من كل فصولها بحيث يجبرني اني ادخل فيلمه واستسلمت في الاخر ودخلت الفيلم عشان تلاقي فيلم هاي كونسبت برضو قايم على بريمس بسيط احكيولك بسرعة انه انت عم يمكن لدرجة انك مش قادر تمسك نفسك وعايز تحكيها وانت عارف ان جيبت تحرقش حاجة في واحد مطارد ناس عايزة تنوته بيعمل خطة بحيث انه يدخل الاسم لانه لو دخل الاسم اصبح في امان انت مش هتعرف توصلي هنا فواحد من الناس اللي بتجري وراه يقرر يعمل خطة هو كمان عشان يتحبس معاه في نفس الاسم فراح محبوس معاه في نفس الاسم ولكن في زنزانة اخرى يعني هما الكنين في الزنزانة في وش بعض وده عارف ان ده جاي يقتلوا يقوم بقية الناس اللي عاوزة تنوت الجدعة ده تقتحم الاسم ففيه زابطة بوليس تخش تتحجز معهم جوه الزنزانة دي المحصنة بالكامل وهي ما بينهم هما الكنين وفيه قاتل سايكوباتي بيجسدهم ممثل انا مش عارف اسمه ولكن هو بكل تأكيد افضل اداء تمثيلي انا شفته السنة دي هنز دم انا ادى الكلمة اللي بقولها حتى هذه اللحظة افضل اداء تمثيلي شفته السنة دي واقف بره عاوز يدخل الحتة دي بأي طريقة وهي في النص معاها مسدس وده عاوز يموت ده وده عاوز يموتهم كله بس هو ده الحوار هي دي الحكاية الاكشن اللي في الفيلم الابرت جدا المناقشات عظيمة الاصابات مش عارف ليه حد في الدنيا يطلع من فيلم لازم يشكر في الاصابات اللي تعور تعور ازاي وتعالج ازاي ده لو كانت تعالج الاصابة الفلانية تبعتها ايه القرارات اللي بتيجي بفضل اصابة ممكن تأثر ازاي كل الكاركترز اللي في الفيلم مطيرة جدا الاهتمام بما فيهم شخصية الزابط اللي هي بنت عاملها اللي هي المفروض ان احنا بنعملها معاملة الروكي المثالية ولكن بتكتشف بعد كده انها مش فانيليا هي مش مسكوطة يعني وكمان مرة وكمان مرة وكمان مرة وعشر مرات وعشرين مرة شخصية القاتل السايكوباتي اللي عاوز يخش الزنزانة دي حاجة تالية حاجة تالية بكل تأكيد انا اشتريت انا مادري اذا نزل عندنا او ده لسه اتوقع انه ينزل اسبوع الجيه او انه نزل وحينسحب واحدة من الاثنين انه ما فاكر الاسم وفاكر البوستر بس بكل امانة انت عندك تأثير علي بشكل كبير انه خليتني اكره الراجل ده واكره سيرته واكره انما يطلع فالان كويس انه هنرجع العلاقة شوية مع جرار بطر بش انت عمرك عمرك قبل كده اعطت على صفرة حلوة مليانة اكل جميل وفيها كل حاجة بتحبها من كل الانواع بس بعيد عنك شوية في طبق القاس او الفيلم ده كده صفرة جميل فيها طبق القاس حامل ايه يعني حاكم على كل الاطباء اللي قاعد بس الصفرة حلو هو الفيلم في الاخر يعني بيبقى في عيوب انا مش بقول ان الفيلم اجمل فيلم السنادي وكلام زي ده في عيوب في مشاكل بس كونه فيلم كونها صفرة عليها طبق القاسل نطلع اقول يا جماعة روحوا كله هناك ده مش سهل علي فلا الفيلم ممتع لازم يتشافي حالو حالو انا من ناحيتي سألتك على ده الموضوع قلت لي ما تابعت المسلسل انصحك الآن شوف الموسم الأول بس اللي هو مسلسل الموسم الأول من أجمل مسلسلات 2019 بيحاكي قصة او الموجة تبع الميتو اللي صارت في أمريكا واللي هو الاتهامات اللي طلعت من المثلات وكل العاملات في الشركات بالتحرش الجنسي اللي بيصير لهم في أماكن العمل واللي هي حملة بدوافع جميلة بس أنا بوجهة نظري ان الحملة كانت تدوافع حقتها كويسة في البداية بعدين تم استغلالها بشكل سيء عدمت البزنس اليوم بشكل كبير بس بغض النظر المسلسل كان يتناول هذه الحملة بمصداقية وعقلانية جميلة لهم بينهم دائما أبطال ولهم بينهم دائما سيئين كان في عقلانية جدا جميلة جميلة جدا في الكتابة خصوصا الحوارات ونهاية الموسم كانت رائعة رائعة هذا الشيء خلانا ننتظر من 2019 لن نرجع الموسم الثاني الموسم الثاني وخمس حلقات للآن أنا أمس شفت الحلقة الخامسة في نصفها وقفت أنا خلاص قلت أنا مش هشتري تاني وثانكيو كانت تجربة جميلة حلوة بس أنتو كان عندكم حتوتا ووضح وخلصت وخلص من موسم أول كان عجبك جدا يخليك توقف مشاهدة دائما تصير معاي دائما أنا أظن صار عندنا النظرة كفاية أنه عارفين هذا رايح فين أنا أقول لك ليه الموسم الأول عنده قضية واحدة اللي هي قضية ميتو كل حاجة تتمحمر حولينا التحرش الجنسي وإيش الصح وإيش الغلط بتعامل الرجل مع المرأة زي ما قلت إيش الصح وإيش الغلط في أماكن العمل بتصاعد درامي بين الأحداث بالشخصيات غموض بينكشف معانا في الأخير أشياء صادمة جدا على نفس الموضوع الموسم الثاني واضح أنهم رجعوا مرة ثانية لأن الأحداث كلها تدور داخل مقر إذاعة أو داخل شركة إعلام عندهم برنامج اسمه The Morning Show الموسم الثاني الآن ما عندهم نفس القضية ما يبغوا يعجنوا فيها فصاروا يتكلموا على أي قضية دخلوا في كورونا الرئاسة الأمريكية الفصار بياخذ من كل بحر قطرة وهذا ما يفكرني يفكرني بمين بواحد من أعظم مسلسلات HBO اللي هو The News Room The News Room كان كل موسم من ثلاث حلقات وبيتكلم على أخبار السنة اللي فاتت كلها وكيف تمت داولها في غرفة الأخبار كان شكل درامي عظيم بدأ كده وانتهى في ثلاث موسم وأتمنى أنه يرجع مرة ثانية بس هدول ما هم عارفين يشبغوا شوية ياخدوا من The News Room شوية ياخدوا من الرئيس كل القوايا اللي في الدنيا يدخلوها بيخدموا داحين كل الأجندات الممكنة العرقية والمساواة وكل شيء فأول حلقتين قلت لا يمكن بداية حلوة الجو العام أحبت جينيفر أنستن ويدر سبون كان تمثيلها جيد فيك رزمة حلوة بس خلاص الكرة تتخوص على الحلقة الخامسة قلت أنا مش مشتبه تاني يمكن يرجع يقوى بس خلاص هذه ضريبة إنك تخرج عن المسار أو ما تكون عارت بتجدم إيش بالظبط وإي حاجة قدامك تعملها في ناس حتسيبك فيه وفرة إنتاج يعني بدل ما ضيع معاك ساعة كل أسبوع الساعة دي حطها في مسلسل ثانية خلصوا فوجفته ووجفته ساد ساد طيب فيه فيلم تاني شفته جات لي فرصة أننا شوفه تهيلي حينزل عندنا في المنطقة قريب وكالعادة مش حينال اهتمامي يعني مش متوقع اسمه The God Committee فاكر لما تكلمنا عن فيلم Crisis اللي كان بيدور عن أزمة الأفيون والبتاع ده The God Committee بيدور عن بقى عندي فقرة كده في الحلقة بتاعتنا نتكلم فيها على الأفلام التوعوية ده عن زراعة الأعضاء وعن الأمور دي ولكن من منظور مختلف القصة بتاعتنا ببساطة بتدور في المستشفى في حد مات فيها ومتبرع بالأعضاء فبقى عندنا قلب صالح للنقل لمريض آخر فبيرجعوا لللستة العادية اللي هي عندهم لستة زي ريجستري كده فيه أولويات الناس المؤهلة لهذا الموضوع فبيجيبوا الشخص المؤهل وبيحضروا للعملية ولكن قبل ما بيخش العملية الشخص ده كمان بيموت فبيبقى القلب ده موجود في المستشفى دي خلاص ما عادش ينفع نحتكم لللستة القلب ده موجود في المستشفى دي ما عادش ينفع يروح مستشفى تانية ولازم حد من مرضى القلب اللي موجودين في المستشفى حيحصل عليه واللي حيحدد مين اللي حيحصل عليه هي لجنة فاللجنة دي هما اللي بيرجعوا لها في هذا الفيلم وبيسموها دجات كوميتي فهذا الاسم دجات كوميتي احنا هداخد قرار بيجيش ومن يموت والفيلم بينتقل ما بين الساعة بتاعة المناقشات اللي بياخدوا فيها القرار بتاعهم وما بين تبعات هذا القرار بعد الأحداث لو أنا فاكر صاحب ثلاث سنين المهمة بقى يعني انت مش عارف هيوصلوا لإيه ولكن بعد ثلاث سنين كل شوية تبص على شخصياتي وبتشوف هما وصلوا لإيه والدنيا بتتحرك لإيه الفيلم فيه جانب توعاوي مهم جدا لأهمية موضوع زراعة الأعضاء والريجيستري بتاعه والليستة بتاعته والتلعبات اللي ممكن تحصل فيها لأن طبعا الفيلم فيه تأثير فلوس وفيه تأثير علاقات وفيه تأثير ناس بتحارب للحق فعلا وفيه ناس بتستسلم للناس اللي حتتبرع أكتر وهل ده بيدعم فرصة ان المستشفى يبقى عندها دخلة أكبر فتعالج ناس أكتر يعني القضية جدلية إلى أقصى درجة والسيناريو هو بطل الفيلم هو أحلى حاجة موجودة فيه الأداية التمسيلي نص نص أيوة أيوة أنت من يوم ما قلت لي من يوم ما قلت لي أنه فيه نقاش في غرفة وبيمتد لفترة طويلة أنا أنا اشتريت أنا أحب هذه النوعية من أنه المكان الواحد والنقاش اللي بيطول واللي فعلا كأنه أنا جالس وبتعلم إيش النقاط اللي تنقال وإيش النقاط اللي بيتدافع عنها وكيف الدسجن وكيف القرار بيتم اتخاذه من غير ما يقول لك أنا تعالي أعلمك كيف لا بيوره لك عن طريق موقف حقيقي ونقاش حقيقي تتعلم من خلاله الإجراءات المعنية في اتخاذ القرار وإنت شخصيا رأيك بيتقلب يعني أنت كل حد بيتكلم في وجهة نظر أول لما بيبتدي يترحى بتقول دانتشطان ولما يبتدي يتكلم شوية تلاقي نفسك بتقول طب ما هو بيقول كلام يدخل ما بيقولش كلام غلط ما بيقولش كلام غريب الفيلم المطولة جوليا ستايلز كانت من الممثلات الواعدات في فترة من الفترات وبعدين اختفت وتشيلسي جرامر اللي كان عامل فريجر المسلسل الكوميدي هو اعتبر بطل الفيلم أصلا الفيلم بس مشكلته الأساسية هو أن قرار اللجنة بيتم استكشافه بدري شوية في الطايم لاين الجديد بتاع الأحداث والطايم لاين الجديد بتاع الأحداث مش أعظم حاجة في الدنيا بالإضافة لأن علشان الحوار ده يمتد الفترة طويلة حصلت شوية تلعبات كده تحس أنها جاية من مسلسل تلفزيوني حاجة زي ما فيش تميز في اللغة المرئية ولكن في تميز جاية جدا في الحوار وفي علاقات الشخصيات ببعضها والنهاية والمعلومات اللي تطلع عارفها من هذا الموضوع إن هذا جزء موجود من العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة وفيه ناس بتقوم بيه وإحنا عاديين دلوقتي فيه ترابيزة عليها ناس عاديين بيحددوا مين حيشوا مين حيموت استغفر الله العظيم يعني بس لك أنت تخيل يا يا هذا حقيقة هذا الشيء أكيد بيصير اليوم وكل يوم يعني في المستشفيات أكيد يعني أضل الجانب التوعي وهنا جميل بس ممكن يخوفوا الناس إنها تقول طبعيش الفايدة أروح أسجل الآن تبرع بالعضاء وفي الأخير ما يخبرها هو بيكلمك في حالة جدلية بنت لازينا اللي هو إحنا مشينا على الخطة ومشينا على كل حاجة والقلب راحل من مستشفى اللي فيها الشخص الأحط بهذا الموضوع ولكن قبل عملية النقل الشخص ده مات وفجأة العملية بدأت خرجت برأي طرق القانون وبقت في إيد بشر فبلوت حلوة بلوت حلوة والفيلم الكويس تمكن ممكن يطلع منه أحسن من كبه طلعت منك بفيلمين اليوم دي جاد كوميتي وكبشب إن شاء الله في أقرب فرصة وآخر فيلم بقى ده ما تطلعش بي مني ما تشوفوش أصلا اللي هو كيت اللي نزل على نتفلكس مش فاكر البنت اسمها إيه ماري إليزبت وينستد أنا شوفت ما فيش اللي فيه هاري اللي فيه له هاري فيه مثل معروف فيه ودي هارلسن يس ما هو اللي فيه مثل أيوة أيوة ما أعرف ليه ما شغلته هو ودي هارلسن طلع ودي هارلسن كويس في الفيلم لو ده لي قيمة لأنه ودي هارلسن كويس في أي فيلم هو موجود فيه ولكن هو جاي علشان يبقى صورة زيادة على البوستر وغالبا هو صور يوم واحد وخد بعضه وميشي الفيلم مش فاكر البنت اللي أبقى طوله لو أنا فاكر صح اسمها ماري إليزبت حاجة كده مالي إليزبت وينستد ولا بتاع باش عارف عملين يدفعوها بالعافية كممثلة أكشن وهي غير مقنعة إطلاقا رغم أن الكوريوجرافي بتاع الأكشن سينز كويس ومبزول فيه مجهود لكن البنت مش مقنعة يعني البنت عبارة عن نصمار وطلع منه دراعات وتروح ضربة واحد يروح مغم عليه مش مصدق يعني أنت ممكن تبقي شطرة جدا وتخبطي ده هو أنت لتقعي مش فاهم أنت زي لك التأثير ده كل تقدر تقول أنه هو عامل زي بس أحسن بكتير ده كل العلاقات اللي فيه مبنية على قصص وهية شويتين البلوت مش سيئة برضه بتفكرك شوية بفيلم كرانك بتاع جيسون ستادم اللي هو أنت خدت حاجة وحتموته قدامك يوم واحد عشان تكتشفيه مين اللي بيحاول يقتلك مين اللي قتلك بالفعل فهذا مرحبا بس كل المكونات مستعارة من أفلام أخر فلا أرشحه إطلاقا للأسف أنا مستني أنه موسم الجوائز يبدأ المفروض أنه O&D أكتوبر نوفمبر ديسمبر يكون أقوى موسم للأفلام سواء الأفلام السلمائية أو حتى على نتفليكس بس إلى الآن غير دون ما في حاجة يعني لسه يعني باينة بس المفروض أنه جاي كثير يمكن فيه فيلم الشهر دام منتظره بس طبعا أنا مو من أفلام الجوائز اللي هو فينوم ففينوم في أسبوع الجاي وكل عاد حيب أقول رايزي حينزر لكم نفس الوقت صح كلنا حجب ناس هتحبوا وناس هتكراهوا أنا فينوم الأول عشان أذكر الناس أنهم يكرهوني مرة ثانية أنا فينوم الأول كان من أسوأ الأفلام اللي شفتها أحبتهم هاردي جدا بس شايف أن الفيلم داخل مصيدة البي جي 13 ما قد رد شخصية فينوم بالطريقة اللي لازم تطلع للعلم في الدم والكلام ده كله الشخصية الشريف جزره كانت سيئة جدا لو كان ريزي أحمد ما كان مقنع أبدا والسي جي آج جزره كانت أسوأ ما يكون أنا عشان كده داته أربع من عشر اللي هو فاكر هلأ لم تحمس للثاني أبدا بس هروح أشوف هنوح هنشوف وعشان كده بقول لأن أنا فينوم الأول عاجبني رغم أن أنا مش مستبعد أو مش بنفي والنقاط السلبيات اللي بيقولها ماهر بس يمكن أنا راه أنت أكتر على البوتنشل وعلى الجوانب الأخرى زي العلاقة ما بين إيدي وما بين فينوم اللي استكشافها كان ممكن يطلع منه أحسن من كده بس اللي طلع منه في الجزء الأول كويس حلو أحسن من أسوأ كوابيسي تعالى نقول كده ولكن فينوم شو من الواضح برضو أن الأراء عليه عاملة كده برضو ناس حبته ناس كرهته شوف أنا أفضل في حركة سووها فريق التسويق الخاص بالفيلم بنت زينا جابوا لك مقطع توم هارد دخل على أحد السينمات بيكلم الناس وبيقول لهم بليز لا تحرقوا فطلعت كثير تكاهنات ليش ما يحرق هل حيطلع سبايدر مان هل حيبدأ يخش الامسيو هل 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 فده صراحة صراحة أفتر علي فأبغى أشوف ليه قال لهم لا تحرقوا أبغى أعرف أو إنها مجرد حركة تسويقية بايخة وخلينا نشوف تعفنا هي مشكلة أساسية فينم 2 إنه هو برضو من الأفلام اللي اتأجلت كتير وكل مرة تأجيل كانوا ينزلوا معها تريلر يعني كان عنده فرص لا نهائية في إنه هو يحب بالناس في الفيلم ومع الأسف كل التريلر سيئ مفيش ولا التريلر اتفرقت عليه يا يا أخي الـ CGI وتحول الشخص من شخص فينم أو حتى الثاني داك الكارنج سيئ جدا جدا وهذه نفس المشكلة اللي عندي من الموسمة أو الجزء الأول يعني الـ CGI من أسوأ ما يكون يا رجل ولك إنه فيلم المفروض أنه ميزانية كبيرة ما عرف عن الميزانية بس من سوني لو أنا فاكر صح وهي يعني استوديو مبسيط يعني فمستغرب من هذا الرخص في التنفيذ بس خلينا نشوف خلينا نشوف ما نتوقعش منه رخص في التنفيذ هناك خبر مهم نبقى ننهي نبقى ننهي فيه سوري مين؟ فيه خبر أنا حاب أنهي فيه هو نفس الموضوع نولان أيوة نولان يمكن يمكن نرجع لدون حبة أنا وأنا مسافر يعني أفتكرت كلام دينيس بنانوف وأول ما طلع خبر HBO Max وكيف أنه نولان طلع ودينيس طلع وأتكلمه بطريقة بأرياحية تامة إنهم ضد القرار الخاص بورنال برودرز بعرض الأفلام في نفس اليوم في السينما عن طريقة المنصات ودينيس بنفسه تكلم وقال أنتوا كده هتخربوا بيتي لازم له أكبر شاشة ممكنة عشان الناس تشوفها وكريستوفر نولان الوقتها كان فلت أنتينت نزل سينما أوردي بس دينيس بنانوف كان ممسوق وفيلم متأخر وكان دايماً بييجي في بالي كلام ده وهذا اللي خلاني أكون حريص أني ما أشوفه في أي سينما والسلام أني أشوفه في أكبر شاشة الآن بدنا نشوف تبعات هذا القرار أنه كريستوفر نولان طلع مش بؤ على الفاضي ما طلع بؤ على الفاضي ما طلع إنسان بيطلع بإرمي كلام وفي الأخير الفلوس بتشتريه لا بعد فترة عشرين سنة تقريباً مع ورنو بردرز أو أكثر سابهم وراح الآن اليونيفورسل وهذا يعتبر كأنه ميسي راح لفريق تاني هذا أقرار تشبيه بنشوفه يعني أنه في استوديو يفقد يفقد مخرج بيجيب تذاكر مخرج شعبوي درجة أولى يعني نولان شعبوي درجة أولى من الكبارة الموجودين وأكثر إنسان عنده شعبية عالية فهذا قرار كبير هذا بيبين لك السينما متجهل فين صار الستيديو اللي يلبي طلبات المخرجين هو اللي يكسب وللستيديو اللي يلبي طلبات الجمهور هو اللي يكسب عشان كده أتمنى ترنتينو يرجع لأنه ترنتينو برضه من النوع اللي يمشي الستيديو على اللي يبغاه هو يعني مقابلة اللي عملها مع جو روغان ترنتينو قال نفس الكلام لما جو روغان قال له هل تظن إنه لو تعمل أفلامك اللي زمان تقدر تعملها اليوم بالجيل الحالي قال له إيه وليلا قال له I don't think يعني ما أظن إنهم حيخلوك قال مين دول اللي حيخلوني بس تعرف أنت بتكلم مية مين تقصد مين قال يعني قصد فإنهم محتاجين فعلا للقامات الكبار دول إنهم يغصبوا بالقوة حقتهم بالشعبية إنهم فعلا إنه الثقافة الحالية اللي موجودة اليوم إنه في أجندات معينة وفي خدمة لأشياء معينة ملازمين يتمشي الجمهور بيبغى حاجة مختلفة فهل أنت مراهن على فيلم الجاي ولا حيكون استمرار للهبوط اللي الناس شايفة أنا بالنسبة لي تينت كان حلو أنا بالنسبة لي تينت ما كانش أعظم حاجة في الدنيا والجعلصة فيه كانت أكتر من اللازم بس لا أعتقد أن احنا ممكن نختلف على الفيلم اللي جاية قوي إلا لو هو ده لو أقلف فيه تبقى شغلنا من يلادين الفيلم اللي جاية حيحكي فيه أوبنهايمر حيحكي فيه قصة الرجل اللي لازي اخترع قبولة الزرية والليد بتاعه كيليان ميرفي حسب ما أنا أريد فحتعمل إيه حتعمل إيه في تايم لاين أمه حتعمل إيه دي قصة حياة بني أدب حتشأل إيه بها إزاي أنا عايزة فهم لا بس بس أنا هاد مشكلتي إنه هو لما راح لشي عادي أقدم دونكيرك ومع كل احترامي لي إنه أقدم أكثر قصة حربية واقعية ممكنة من أكثر أشياء الواقعية وكان فيها أشياء جميلة أنا خايف إنه يستمر في تهميش الشخصيات على حسب الأدوات الإخراجية وهذا اللي صار معايا في دونكيرك ومتصد مسيرة بني آدم أستبعد ولا أستبعد إطلاقاً التلاعب في التايم لاين تعالوا نقول حاجة دونكيرك كان فيه تلاعب في التايم لاين بس الناس كلها جريت الانتقاط ده قبل ما تفكر هي الحدوتة دي كانت ممكن تتحكي غير كده إزاي ويكتشفوا إن ما فيش هي ما تحكيش إلا كده يعني عشان تحكي الحدوتة دي لازم تتحكي كده ونولن هو الرجل المناسب للمهمة وتهميش الشخصيات جاء على حساب التركيز على أمور أخرى لها دعوة بالإحساس العام بالحرب وأهمية هذا الانسحاب وحاجات زي كده فأنا اشتريت العملية بالنسبة لي كانت مجملة ولا أستبعد إطلاقاً إن كنت بتتناول شخصية أوبنهايمر يبقى فيها تلاعب على مستوى الخطوط الزمنية علشان تحتوي حدوتة ما تتحكيش إلا كده دي حريتك الشخصية وأستبعد تماماً إن مهما تلعبت ممكن توصل لمرحلة أعجز فيها عن إني أفهم وهي دي المشكلة بتاعتي اللي كانت موجودة مع تينت فلا متفائل طبعاً إن شاء الله أنا من مصلحة الجميع إن نولن يرجع ويكون بنفس الشعبية اللي موجودة تينت من أكتر أفلامه اللي انقسموا فيها الناس انقسام كبير أنا انتصرت لإنه شي مختلف يا أخي إحنا دائما نقعد نقول ما هيبغى يميك هوليوود بتعيد نفسها طب يا أخي هذا واحد أخذ مساره هو الوحيد يقدير يسلمه اللي أقارن نولن أقارن نولن بنولن في نفس المسار اللي بيدينا إياه أنا أقول إنه نولن بينافس نولن فإذا الفيلم دائما عاجبك لأنه أنت عندك توقعات من نولن في الجانب العلمي أكبر فهو خلاص الفئة دي لعبته وصارت حقته أنا بالنسبة لي الفكرة كانت جميلة لولا عدم الاستثمار بشكل أكبر في الشخصيات الشخصيات كانت سطحية لأبعد درجة دينزل واشنطن الولد دا واشنطن كويس الوادة التانية دا باترسن برضو كويس كويس أنا بالنسبة انتقدوا أكثر من اللي لا 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 الكتابة سيئة هو مو هو هو أدل عليه وزيادة بس الدور وتحجيمه وهذا اللي مشكلتي مع نولن هذا ثاني فيلم لنولن بيحجم الشخصيات فيه دون كيرك وهذا الفيلم تاني هو اللي راح تكة وخلاني أبني علاقة شخصية مع الشخصيات الفيلم كحيكون أجمل سواء كانت دون كيرك أو حتى تينت فأتمنى أنه وانت زي ما قلت أنه هذا بيدي دا حين سيرة ذاتية فحيكون صعب أنه يتغاضى عن التناول الشخصية من كل الجهات بالداتة أنا أحب أفلام الحرب العالمية والمعضلات الأخلاقية اللي بتصير فيها بين الخير والشر والصح والغلط والانتصار والخسارة والوطنية وحدوتت حدوتت أوبنهايمر ديت أنا ما قرتهاش على بعضها بس مالكم جلادول كانت تناولها مش فاكر في أنه كتاب لو تفتكر كويس لما رجل أوبنهايمر دا هو رجل اللي حاول يسم قائده اللي هو كان لما جي المشروع بتاع بروشيك منهاتن قبلها وهو في الجامعة دا حاول يقتل حاول يقتل الدكتور اللي بيناقش الرسالة بتاعته هو عنده القدرة الكلامية أنه لما تفتح تحقيق في الموضوع عرف يطلع بدون عقوبة ودي من أعجب الحاجات الرجل كان بيدرسها في الكتاب فأوبنهايمر مش مجرد واحد اخترع حاجة دا أنا واضح أنه شخصية موال يلا نشوف أنا عندي بس الفيلم لسه بدري على 2023 يعني بجي سنتين يتهيق لي 23 طيب يعمل الفيلم ويفرجوا لشوية ناس لو فهموا لو ما فهموهوش يرجعوا تاني بس الموضوع بسيط خد وقتك 24 حتى بس نفهم حلو كده حبيبي يا دود حبيبي الله يديك العافية thank you so much الحلقة الجاية ان شاء الله عندك الحلقة الجاية عندي ان شاء الله واحتمال تكون مفاجئة للناس من غير ما نحرق شيء المفاجئة نشوف ان شاء الله بإذن الله من غير ما نقول يلا حبيبي شوفك على خير حبيبي يا رئيس يال مع السلام ان شاء الله باي باي ش국 شكرا ما شبك شكرا ترجمة ترجمة شكرا احمد لعن احمد شكرا احمد